أنا كتير بدايق لما حدا يطلع يبرر أنه لا مش الكل بوزع حلو لا مش الكل بفرح بس يموت إسرائيلي يا إما أنت الغاضب الإرهابي الإسلامي زيادة عن لزوم المرعب المخيف تم اتهامك بمعادات إسلامية وانت تمسخرت على هذا الاتهام في عقل المشاهد هذا الاتهام ينكمش أنا بس أنا مش قادر أنا خايف أنا مش قادر حتى أوصفهم أن هم مقاومين حرية مقاتلين حرية الله يخزيني يعني أنه نتنياهو مجرم إذا يتنقل دم لكنه متحدث يتعامل مع اللغة بمتاني حمد ونتا سمعت أول مرة على الفوقية الأخلاقية والله بسمع منك بسمع مني لا بمزح لا 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 إحنا نجابه أكبر جهاز بروباجندا في العالم وإذا إحنا مش راح نخود في معارك بروباجندا راح نفشل أنت محمد الكورد؟ آه للأسف آه شو تشتغل؟ ياتب برضو للأسف والله بهد الحيل الكتابة أعملت تقارب اليوم؟ اليوم أعملنا تقارب أحبت تقارب؟ أحبت تقارب جدا 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 خصوصي أنه اتطرقنا لمواضيع بالعادة ما نتطرق لها خصوصي أنه حكيت بالعربي خصوصي أنه حكينا بشفافية اللي بالعادة من نحرم فيها بتمنى تعجبكم الحلقة وبتمنى تحضرونا شكرا كتير لحسن استماعكم ومش هتقدر تفهم مدانيك مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب معكم أنا أحمد البيقاوي وضيفي لليوم العزيز محمد الكود حوارنا وحلقتنا لليوم رح تخوض بمصار محمد ونشأته ومصار تشكله وصولا لكونه اليوم أحد أبرز اللاشطين والفاعلين للقضية الفلسطينية في العالم ككل ولكن بالأكثر عند الجمهور الغربي اللي اشتغل محمد على مدار السنين في مخاطبته وتقديم روايتنا لإله اليوم حواراتنا شوية رح تخوض بمصارات كيفية التعاطي مع الإعلام الغربي كيفية التعاطي مع الغرب كدش ممكن فعليا نقدم روايتنا كما هي أو محتاجين أو شو محتاجين ناخد بعين الاعتبار وإحنا بنحكي وبنفس الوقت كمان بهمنا كتير نعرف الغرب كيف بشوفنا والإعلام الغربي كيف بشوفنا وكيف بحاول يقدمنا قبل ما نبدأ بالحوار بحب أشكركم مقدما على اشتراككم بالقنامات قناة اليوتيوب ومنصة البودكاست اللي بتتابعونت من خلالها شكرا مقدما على اشتراككم في مشاركتكم المحتوى هذا مع كل حدا مهتم فيه والأهم دائما والشكر الموصول والدائم لكل حدا أرسللنا ورح يرسلنا مقترحات ومواضيع لأسئلة وأفكار ومقترحات ضيوف ليكونوا جزء من حوارات تقارب وجزء من تقارب تقارب بفضل مشاركتكم وبفضل متابعتكم بكون أقرب لإلكم وأقرب لجمهوره وشكرا لإلكم دائما وبهيك منبدأ حوارنا اعمل تست 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 شوهين يا أهلا وسهلا نورت الكوكب أهلين نورك الله بالعادي بتقارب بحكو لك أنه هو من الحوار من الأول للآخر ما مسجل وما فيش شي مونتاج ونحن لا نقطط على أحد شيء ونبقى نزل على سؤالنا حتى ناخد الإجابة تمام؟ وأنا وياك سوينا ديل أنا بحب أذكرك فيها هلا فعليا كل المهارات اللعب مع المذيعين والمقدمين تزبطش بتقارب صح؟ لأنه بيوت بعض إحنا إن شاء الله اتفقنا؟ إن شاء الله لا شو إن شاء الله هاي اتفقنا ولا لا؟ ما هيك اتفقنا صح؟ متفقين متفقين بس الواحد عنده غريزة بالنهاية يعني بتعرف الواحد في دمه لا هاي الغريزة ما أنت اشتغلت عليها صح؟ صح صح لا لا أنا اليوم فيش مناورات وهيك وأنا أصلا مش جاي أسوي لك مناورات وإحنا يعني تعب عيب تتناور علي في بيتي أو في بيتك صح صح حمد بالعادة في تقارب نترك الضيف يعرف نفسه كما يحب وإنت بدي أستبق إنه كتير بعرفوك على جوجل وعلى بيوز كتيري وفي المقابلات وفي الإعلامات وكذا بس هات احكي لنا كيف بتحب تعرف حالك وبشوف بحب بحب أعرف حال إن أنا كاتب من القدس أو بحاول أكون كاتب من القدس يعني هذا هو صقف الطموح عندي السراحة حلو ممتاز تعرف الأشخاص اللي بحبوا التفاصيل الأشخاص اللي بحبوا التفاصيل اللي هدولة بيقنعوش بإجابات قصيرة فإنت شو ما حاجات بظلهم طمعين فإنت فعليا يعني بتفوز بأقصر تعريف في تقارب على الإطلاق فإجابة حكيت مرفوضة تعال نبلش من الصفر من وين ولدت لحد ما صرت تتمنى فعليا تكون كاتب من القدس تمام تمام أنا أنا ولدت بالقودس بشيخ جراح طول عمري بحب الكتابة وبحب القراءة وطول عمري بطمح أكون كاتب اليوم بشتغل مراسل فلسطين في مجلة The Nation في نيويورك وبشتغل Culture Editor في مجلة موندوايس وعمالي يعني بكتب أحيانا شعر بس بالمجمل أنا اليوم بركز على التحليل السياسي والتحليل النقدي انت وين ولدت محمد في الشيخ جراح في القدس طيب إذا بنعطيك محاولة ثالثة لإعادة التعريف فعليا بس بحب ناصر أساسي ننضل قاعدين عند السؤال هتكاعد لك أنا طيب إيش كان المفقود من السؤال القاف ولا شيخ جراح مفاهم لا كيف شو عرف القاف لا كل شيء عشان قلت قدس مش قدس لا هيمسامح عليها احنا مقادسة يعني لا لا هيمسامح عليها بس أنا بدي أرجع من الأول ماليا كثير عاجبني وضعية أنه أنه نضل قاعدين عند السؤال هاد هيك لحد ما يعني ننطلق فيه لأنه الشقة الثانية كيف بتحبش يتم تعرف حالك أو كيف بتحبش يتم تعريفك فرح نستطرد فيه بس حتى الآن كل التعريفات أنا كان ممكن أحكيها عنك يعني هاد اللي انت حكيته صح صح احنا وكل صحابك بيعرفوها هاي القصة فمنبلش من الأول افتح قلبك عزيزي محمد يلا مرة مرة لما مرة واحدة مرة واحدة اعتقلوني الإسرائيلية والمحققة ضلت وراي تسألني أسئلة وهي بتسألني شو هو إياتك شو هو إياتك شو هو إياتك قلت له أنا بحب أعمل العب الصلصال وأعمل خزف وهيك بعرفش يعني هاتفكر أنا بعرفش ما عنديش تعريف أوسع وأعمق من من اللي حكيت أنا أنا نولد بشيخ جراح في القدس تعلمت في مدرسة شعفات ثانوية للبنين شو رأيك بالجواب شعفات ثانوية للبنين آه منيح ثانت شعفات ثانوية للبنين بعدين ألفين ستعاش تعلمت طلعت أمريكا عشان أتعلم بالجامعة وتعلمت كتابة آه وفنون بصرية بالباكالوريوس بعدين عملت ماجستير بالكتاب الإعلامية آه والكتاب الإبداعية اليوم بشتغل في مجلتين مجلة دانيشن مراسل فلسطين وبمجلة ماندوائس بشتغل كولتشر الأدتر حاليا عمالي بشتغل على كتاب آه فكر هيك جوا منيح شو رأيك طلعا نروح النط على كيف تحبش يتم تعريفك بحبش أتعرف بحبش أن أستعرف عليك أنه أنا ناشط بحبش أن الناس تعرف عليك أنه أنا قائد أو يعني بحبش هاي المصطلحات الكبيرة الفضفاضة الواسعة يعني أو المصطلحات الإيجابية زيادة عن لزوم اللي بتحملك كأنه مسؤولية كبيرة هاي ما بحبها بس بالنهاية أنا بفكر أنه أنت لما تكون في الحيز العامي بطل عندك سيطرة على كيف الناس بتعرفك وأنت أصلاً بتبطل عندك سيطرة على كيف الناس بتشوفك فأنا متصالح مع كل هاي التعريفات بس أنت مخترتش فعلياً تعريفك ولا كناشط ولا كفاعل ولا كأي إشي من هدول لا لا يعني الناشط يعني أنا بتمنى أنه أنا نشيط وبتمنى أنه أنا بشتغل وبتمنى أنه أنا بعمل شغل تنظيمي على قد ما بقدر وبتمنى أني تعاوني بس بالنهاية ناشط يعني كثير اليوم في نشطاء اللي بنحد شغلهم فقط في السوشال ميديا فقط بالحكي وبفكر أنه أنت تكون ناشط على الأرض معنات أنت لازم تكون أكتر تعاوني لازم تكون أكتر مشترك ومشتبك مع المؤسسات ومع الناس على الشارع وبفكر هذا مسؤولية كتير كبيرة وأنا يعني ما بشوف أنه أنا واصل هاي الدرجة من الاشتباك والاشتراك هذا بالحي التعريفات هذه عادة بالأغلب تذكر فيها وتوصف فيها في المساحة العرب والفلسطينية ولا على مستوى العالم كله بالتنين بالتنين وبفكر أنا كمان عندي هوس شوي بالكلمات يعني بفكر الناس بشكل عام هو أسهل أسهل إشي يقوله ناشط أو كاتب أو كذا بس أنا يمكن شوي باخد هاي الكلمات على محمل الجد لأنه بحس المسمى هذا بيحملك مسؤولية بالنهاية أنت أمتى بلشت تشعر أنه هذه المسؤولية يعني أو بلشت تتحول بثقل عليك يعني هي مش هي مش هو يمكن شوي ثقل بس بحسش أنه بطلع لي أشتك منه أنا من عمر يمكن من عمر 11 عشر سنين وأنا بحكي بالخصوص يعني شغ جراح وكنت أحكي بإنجليزي سيء جدا وكنت أحكي يعني وأنا مش عارف وين قلتني ومش عارف عن شو بحكي وبفكر هذا الدور يعني دور الناشط أو دور المتحدث ودور كتير فلسطينية بنجيبرو يلعبوه أحيانا كتير بالصدفة أنه أحيانا كتير بيكون ردة فعلة على أزمة معينة إن كان هدم بيت أو تهجير من البيوت أو إن كان استشهاد شخص بالعالة أو حبس شخص بالعالة بتلاقي أنت حالك لأنه إحنا مؤسساتنا للأسف يا إما مجرمة من قبل القانون الإسرائيلي يا إما مثقلة من الفساد وانعدام يعني المؤهلات أحيانا بتحول الثقل وبتحول العبق بتحول على الشخص نفسه اللي بيواجه المحنة إنه مش بس يواجهها ويتحمل عنقها لكن أيضا مجبور يدافع عن حاله أنا أفكر مثال كبير على هذا الموضوع هو الدكتورة رؤى ريماوي اللي أخوتها التنين استشهدوا بشهر 11 السنة الماضية وهي مرة واحدة كانت دكتورة في عالم آخر ومرة واحدة لقيت حالها بعالم تاني اللي هي بعملها بالطالب بعدالة لأخوتها وهذا الاشي بالضرورة دائما موجود وين ما كان وين تطلع بفلسطين هلأ بالتأكيد مش الكل بيقدر يلعب هذا الدور كثير ناس يعني مش تاكل كثير ناس بتطارد بالشغل من الصباح للرباح مش فاضي أصلا يعني تعمل حملات على السوشال ميديا أو تروح تحكي مع الأعلام الأجنبي اللي هو بالمجمل دائما بيكون عنصري الناس مش فاضية وكمان احنا فيش عنه هالقدة يعني تدريب للحديث مع أعلام فيش عنه هاي الفرص والمؤهلات أنا أصلا أنا عرفت أنه عندنا أنا عرفت أنه عندنا وزارة أعلام لو ما استشهدت شيرنا بعاقل قبل هيك مكنتش أعرف أنه أصلا في وزارة أعلام بفلسطين وفعليا أنت بتيجي تفكر قائش في حضور لإلها بس محمد معلش إذا بدي أرجع لنفس الفكرة مرة تاني أنه كل فكرة بالعادة الناس بتكره ينحكى عنه ناشط لأنه يا أما تحول لك لشي أو أنه صار فيه اشي انجي اوز بكيف بتم يعني خلص بكيف تم إعطاءه حمولة أو ناس مثلك أنت عم بتقول أنه فيه صار مسئولية أو صار فيه عبة اللي أنت بتقول بحالتك ما بدك تشكي منه بس أنه مسئولية أنت ما بدك ما بتفضلها أو ما طلبتها أو ما اشتغلت عليها بس أنا بدي أسأل أنت يعني عم بجرب أفحص أنه أنت من الأساس مرتين بلاشت من صف 11 من صف 11 من عمر 11 وانت ناشط وانت ما اخترت بس فيه المرحلة أو اللحظة اللي صار الإشي عليك بلاش يتقل أو تشعر باتقله هاي شوي عم بجرب أمسك بس محطة زمنية يعني أكيد بال2021 يعني فكر الجواب مفروغ منه بس يعني أنا بفكر 2021 وأصلاً فكرة أنه أنه أنا كشخص فلسطيني من القدس قدرت أقتحم مساحات اللي عمري بحياتي ما كنت أحلم أني أقتحمها هذا بالنهاية طرف وعلى قدما هو بيثقل كاهلك على قدما هو بيكون صعب تتعامل معاه أحياناً لكنه بالنهاية طرف هو إشي اللي احنا دائماً بنطلبه ومنطالب فيه ولما يوصلنا مجبورين نكون نعرف نتعامل معاه يعني وأكيد فيه حلول للموضوع يعني أنا بالنهاية لما تصير أنت بهالقد تحت مجهر وكل الناس شايفينك وبصر شو أنا بفكر مسؤوليتك وهاجبك بصير أنه أنت تحول حالك من شخص فرد لوعاء للخطاب العام للخطاب الجماعي ومش عمالي بحكي على الخطاب الشعبوي قصدي أنه أنت تلاقي ناس حواليك اللي تنصحك اللي تعطيك استشارات إن كانت سياسية ثقافية أو حتى قانونية اللي بالنهاية أنت تصير خطاب اللي يكون اجتماعي والسياسي وعالمي وخطاب متين يعني اللي مش يرضي جميع الأطراف لكن ما يكون في ثغرات ما يكون في نقاط ضعف اللي أنت تقدر يعني تكون جاهز لأي محاولات هجوم لأي محاولات انتقاد وأيضا أنه أنت تعرف أنه أنت عمالك بتحمل مسؤولية شعب كامل بغض النظر إذا أنت اخترت هيك وإنت بدك هيك وبغض النظر إذا الشعب نفسه بده هيك يعني تعني نكون صريحين أنا لما أطلع على CNN أو لما أطلع على وعلى فكرة بعزمونيش مرة تانية مرة واحدة طلعت بس لما أطلع على هاي المحلات ما انتخبني الشعب الفلسطيني أطلع فأنا ما عنديش الحرية أنه أحكي اللي بدي إياه مفروض علي أنه الكلام اللي بدي أحكيه يكون ينتمي للشارع الفلسطيني وينتمي للجماعة مش بس من رأسي ومش بس رأيي الفردي هاي معادلة سعبة معادلة سعبة هلأ رح نجي لها رح نجي لها أكتر ومعهم حكسي أن أمع يعني ما يدعوكاش مرتين ليه بتتوقع يدعوك يعني محمد بسياق بسياق سؤال تعريف فلسطين بالعادي أنا بترك حالي مع كل ضيف نقعد نحفر ندور على إيش الحادث الأولى اللي شكلت الوعي الفلسطيني أو حولته من شيء رمزي أو شيء رومانسي لأشي فاعل أكتر سواء أكثر تضامنا أو فاعلية مع فلسطين أو أكثر رفضا للاحتلال بحالتك بنفع أمسك مجموعة محطات إذا بنفع تبنيها معي من الأول بفكر الذكرة الأولى كانت لما أجل مستوطن اسمه تساحي مامو اللي هو كان بوقتها رئيس مؤسسة نخلات شامعون الاستيطانية اللي هي مؤسسة مسجلة ومبنية في الولايات المتحدة الأمريكية أجا عنا على البيت دق على الباب وأعطى ستة رفقة أمر إخلاء وأنا بنساش كنت كتير دغير بذكر قديش كان عملي بس بتذكر أنه القهوة فارت على الغاز وهذا بفكر كان المدخل الأول طبعا بعدين لقدام صار فيه الأحداث على غزة بألفين وفكر 2006 كمان فيه يعني محمد الدرة كان لعب دور بتشكيل الوعي بس أنا بالشكل الشخصي الحميمي كان دائما المواجهات اللي واجها للواجه مع المستوطنين أو المواجهات اللي واجها للواجه مع الجيش هذه الأشياء اللي سقلت وعي وخلت النكبة تتحول من قصة اللي ستتحكيها بغل وبحسرة وبحزن إلى قصة اللي ستتستملها كأنه عشان تحضرني من المستقبل الجاي اللي أنا رح عاني منه يعني فتحول من فاعل ماضي لفاعل مضارع لما إجا المستوطن أول إشي إش حكاك يعني إش صار والإشي بس سلمنا كان يعني إحنا كنا بالمحاكم مع المؤسسات الإستيطانية من 1972 لكن أنا في ذاكرتي الذاكرة الأولى كانت لما أجا مستوطن إسرائيلي أمريكي سلمنا أمر إخلاء وهذا كان السيناريو يحدث كل أكمل شهر دائما دائما كانوا يجوا ويعطونا وهذا كان أصلاً جزء من محاولات التخويف وتعثير العيش يعني أنهم ظلهم يجوا مع الشرطة وإذاهم يعطونا إخلاء وإذاهم قلوا هذا بيتي وما إلا ذلك بس أنا في الذاكرة الأولى كانت المستوطن هذا أول مرة أعرف عن حاله وكانت اللهجة أمريكية وكنت أنا يعني مش فاهم أنه في يهود أمريكان فاهم علي أنه أنا كنت طفل صغير مش فاهم لسه وأن الله حطتني ومن يومها يعني هذه هي الذكرة الأولى اللي أمستحيل أنساها كدك يعني أمرك وقتها؟ يمكن ست خمس سنين ما كنتش كبير يعني القصة اللي بعدها أو المحطة اللي بعدها؟ كان لازم أحضر على الفكرة المحطة اللي بعدها يمكن أمي كانت تكتب شعر بجريدة القدس وكانت هي وأبوي الصبحيات كانت هي تقرأ له القصيدة وكانت هي وأبوي لعبوا لعبة أنه يحذروا أنه سطر رح يقيموا الرقابة لأنه بتعرف جريدة القدس يعني الجيش له رقابة عليها وفي أشياء بيمحوها كمان كيف إلهم رقابة على كتبنا المدرسية فكانوا هاي يعني مرة لما استشهد الشيخ يصين كتبت قصيدة وتراهنوا أنه سطر رح ينقام القصيدة وفعلا يعني وهاي كانت من أوائل المرات كنت أفهم أن أنا وجودي في هذا العالم شوي مختلف عن باقي الناس أو حتى بالحقيقة كنت أفكر أنه أحنا وجود نهوط طبيعي وبعدين بس بديت أطلع للعالم أو بس بديت أقرأ أو بديت أتفرج على التلفزيون وأشوف أنه لا في ناس مش كل يوم تقتلها الشرطة في ناس فيش عندها مستوطنين تيجي تأخذ بيوتها كنت أفكر أن هذا مش طبيعي لحد ما عرفت أنه لا بالعكس في حالة خاصة بفلسطين على الأقل في التاريخ المعاصر اليوم يعني وهذه الحادثة اللي بتحكي عنها أو المشهد اللي بتحكي عنه مع أبوك وإمك كيف كان عمرك؟ برضو صغير كنت 8 سابعة يعني محطة تانية أوصلنا هذا 8 سابعة بنكمل يعني يمكن إذا كمان بدنا نجرب هيك نستحضر كمان محطة بتحس أنه كانت أساسية بعلاقتك مع أنت مبكرا على فكرة يعني غيرنا كلنا بقضية المستوطنين وأنا عم بجرب أسألك لأنه سواء معك كلها مع مونة المشاهد اللي كانت موجودة بالشيخ جراح لإلكم إحنا لإنا كانت هي القصص اللي بنعرفها عن النكبة بس أنتوا عشتوها فإذا كان في هيك رومانسيات النكبة بيجوا مستوطنين بأخدوا دار أو بيجوا ببعتوا كذا أو بأخدوا بحطوا غراضهم هون ففعليا اللي شفناها بالشيخ جراح الصدمة أصلا الأساسية أنه هاي هي الترجمة النكبة فعشان هيك الناس اتفعلت معها بشكل مغير فلاقيه لي كتير بهمني أعرف يعني متأكد أنه هذا جزء أساسي من تعريفك اليوم سواء على مستوعي ولا مشاعر وعواطف فبجرب هيك أتدرج أنا وياك بالمحطات وأنا ما حكيت لكش أنه يعني رح أعمل هيك بس عشان يعني معنى أنا وياك كان نتدرج فيهم حس حالة بعلاج ده مش بعلاج بتقارب مش راح أحكي لك أنه كان لازم تشعر بقلم وكان لازم تعيت يعني مش راح أحكي لك هيك في كمان يعني في أنا أنا يعني أكيد في كان محطات مؤلمة وموجعة وأكيد كان في محطات صعبة وغريبة بس أنا الأشياء اللي بتضلهم لازم بذاكرتي هي الأشياء اللي بتضحك أنا ما بعرف أنا فكر الفكاهة هي دواء بشكل أو بآخر كان لإلي يعني أنا ما عرفش إذا بصير أحكي هيك بس وأنا كمان وأنا كتير صغير أنا ومونا كنا نضلنا نتهبل على الجنود ونهرب من الجنود ونطمن السطوح لسطوح أو مثلا كنا يعني يعني نعمل أشياء بسيارات الجيران وما إلى ذلك اللي هي يعني واحنا صغار كنا نفكروا ضحكوا لعب وبعدين بس كبرنا فهمنا أنه لا كان في أبعاد تانية يعني هذه الغريزة تبعث الطفل أنه يعني يبعث عجل حدا إلها معنى يعني إلها معنى فكنا كأطفال فهمين أنه هدول وجودهم بحريطنا هو تهديد على وجودنا إحنا بكل الحياة مش بس بالحارة فأنا بتذكر لما أجوا ورموا العفش ب 2008 و2009 بتذكر لما جيران نرتموا بالشوارع دار الغاوح النون وعاشوا أشهر طويلة بالخيام وبالسيارات وكانوا يدرسوا وياكلوا ويقعدوا بالشارع بتذكر لما إحنا فاتوا علينا المستوطنين ورموا للتلفزيون هدول التلفزيونات الإدامة مش الـ LSD التلفزيونات الإدامة رموا على ستي وستي رحت على المستشفى وعمتي رحت على المستشفى بتذكر لما الكلب وعض أبوي وبتذكر لما أولاد عمي والمستوطنين وصارت دم عب الساحة وما إلى ذلك بس ولا واحد من هدول كل هاي الذكرية أكيد أثرت فيه وبنشأتي وبمين على اليوم وكيف أفكر عن الاحتلال وكيف أفكر عن الاستعمار بس مش هاي الذكريات اللي أنا بيضلها بالدور براسي أنا الذكريات اللي بيضلها بالدور براسي هي الذكريات اللحظات البسيطة اللي كان فيها اللي كان فيها نوع من أنواع الحياة نوع من أنواع الدحك يعني بتذكر مرة كنا كان في مظاهرات عندنا بالحارة بـ 2009-2010 وكانوا دائما نسوان الحارة يقعدوا تحت التين ويشربوا شاي وأنا طبعا كنت أقعد أعمل حالي بدرس وأعود أتسمى عليهم ومرة واحدة نزلت علينا كتيبة جنود قوات خاصة يمكن 30-40-1 نزلوا يعني وكل الناس هربت إلا عمتي الله يرحمها بدها كسات الشاي طبعونه إنه نازلين علينا جيود وغاز مسيل للدموع ومطاطي وأبصر شو وبدها كسات الشاي فأنا عدت أسعيدها تلملم كسات الشاي والكراسي البلاستيك طبعونها بداش يصيرهم إشي ففيه جندي مسكني وحطني على عمود ودفشني وصار يضرب فيه وهيك وقلت لها العمتي إنه بسببك يعني صار هيك تقول لي تمام بس بدي كسات الشاي هاي الأشياء أنا أفكر إنه فيه هون تمرد على الظلم فيك إنه تمرد من خلال يعني إنه في مخيلة عمتي أو في عقل في ذهن عمتي إنه بالنسبة إلها الأولوية الأولى كانت كسات الشاي هون فيه نوع من أنواع التمرد إنه أنتوا فقط موجودين في الخلفية تبعة حياتي كجنود الصورة الرئيسية إنه أنا وجراتي عمالنا بنشرب شاي تحت التينة وإنتوا زيكوا زي المطر يعني زيكوا زي المطر كبستوا علينا وبدنا نمجبورين نفوت على البيت يعني بس إنتوا بالنهاية فقط في الخلفية هالأشياء أنا بفكر دائماً بحاول أستحضرها وأولاً بفكر بتفولتي وأنا بفكر بنشأتي حمد بالمشهد طبع بالمشهد طبع إمك الوالدة خلي لك إياها هي فتحت ذهنك على الشعر فكر آه يعني كان إحنا بيتنا كانت أمي دائماً يعني رجعت من جديد تكتب شعر بس آه دائماً كانت تقرأ شعر الصباح وكانت يعني تكتب المسودة وتعرف دول الضفاطر تعرفت تعرفش يعني أنا صغير يعني مش عزماني بس بتذكر كان عندها دول الضفاطر تكتب عليهم وبطريقة سحية بتطلع الكلام على الصفحة الوراها كمان فكانت تكتب نسخ مختلفة من القصائد وهيك طبعاً أكيد يعني اللعبة الضفة كتير كبير بتفتيحها على الشعر من يومه أنا بكتب شعر أول قصيدة كتبتها يمكن كان عملي 8-9 سنين عن كان عنا جندي درزي بالحارة اسمه مونير وكتبت كتبنا قصيدة مونير أيها الكلب الحقير إيش مصخرة يعني حركات أطفال والله خلونا أقرأها قدام الناس يعني الله يسمحهم شو متذكر منها؟ بتذكر وقتها تعلمت كلمتي السعير السعير يعني اللهب أو الكلاب السعير فكتبت له مونير أيها الكلب السعير مونير أيها الكلب الحقير هاي هي اللي بتذكر منها كنت مفكر حالي يعني نجيب محفوظ أنه بعرف كلمة السعير هاي الحادثة أظن صارت بعد بعد تهجير بيت إمكامل إمكامل صح؟ إمكامل كردو بعد تهجير بيت الغابة يعني بفكر بعد شهر 8 بعد شهر 8 2008 أنت طب ليه كانوا مين بيعرف أنك أنت كنت محضرها هذه القصيدة؟ لأنه اللي بيعرف أن هاي أو ما كان يعرف أنه ارتجال أنه كانت ارتجالت وقتها يمكن هاي الأسطورة يعني عشان ينفخ راسي بس لا والله كتبتها أنا كتبتها وتمرنت عليها أسمع كتبتها كتبتها مرتين ثلاثة ورجعتها ورجعتها لأمي محمد بالنسبة لستك كمان ستك رفقة اللي واضح لأنه هي حدا يعني ملهم محوري أو رح ينذكر بكتير محطات أو إلو أثر بكتير محطات ممكن تحكينا من رفقة لا إلك يعني صعب شوي أنا فكر ستي يعني كانت تحبني بشكل غير طبيعي وهي كانت يعني حتى وأنا الطفل كانت هي كتير كتير كبيرة يعني أنه دائما كنت أعرفها بعد الثمانين ولا مرة كانت يعني صغيرة بالعمر بنظري وكانت دائما يعني عندها نوع من أنواع الحقد إحنا منكبر ومنتعلم أو منشوف صور النساء وسيدات الفلسطينيات الكبار اللي فقدوا كتير ومنشوفهم دائما هم بتحسره خصوصي بالإعلام الأجنبي دائما فيه صورة الحسرة وفيه صورة الشخص المكسور والاستعطاف وما إلى ذلك بينما ستي أنا فكر كان عندها كراهية للمستعمرين وكانت هي يعني بدون خجل تحكيها كانوا يجعلون كتير كتير متضامنين وأجانب وكانت تعرف لها كم من كلمة يعني متصر من وين جبتهم وكانوا يجعلونهم متضامنين أجانب تقولهم من وين أنت يقولها من بيطانيا تقولوا يو أردريزن يو أردريزن وهيك تعد تحط أصباعها بوجهن أنت السبب هذا الإشي يعني هذا الإشي فكر ألهمني أشوفنا بطريقة تانية تانيا الإشي الأصعب إحنا نتعامل معاه هو أنه يعني النكبة كمان غي قلبة الموازين وكتير ناس كانوا بنتموا طبقة معينة من المجتمع وبعد النكبة صاروا فقراء ستي كانت من هذا القبيل أنه كانت يعني مرتاحة بشكل أو بآخر كان عندهم مطعم بالمينة بحيث وكان عندهم بيت منيح وما إلى ذلك ومرة واحدة وجدت نفسها هي وزوجها لاجئين بدون أي مصاري متكلين بشكل كامل على المعونة والإغاثة وما إلى ذلك هذا الإشي بولد ولد عندها حالة اللي بالنسبة لي كانت مثيرة للاهتمام وبالنسبة لي إشي منتطرق له إحنا نحكي عن النكبة لما نحكي عن عن الطبقة في فلسطين إحنا مش كتير منحكي عن الطبقة في فلسطين فأحيانا ما أسمع تعليقات من تعليقات من ستة اللي يبت وحيلك إنه هي عايشة بطبقة معينة لكن في الحقيقة هي تنتمي لطبقة عاملة كانت دائماً هذا التناقض اللي هو كتير مثير للاهتمام لإيه يعني طبعاً هذا الجواب السياسي أما الجواب الحقيقة إنه ستة كانت تحبني كتير 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 وأنا اللي بحبني بحبها يعني لك هتحبك أنت كانت تخصك بحب يعني آه بحبه الولاد تعرف يعني كانت تقولي البيت مش حلو بلاك كانوا يعني كان كلام جارح لباقي أهل البيت بس بالنسبة للي كان كلام عصلي حمد بالمدرسة كنت قعد وراه ولا كدام ورا 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 طول الوقت وراه ابتدائي اعدادي ثانوي طول الوقت يعني يمكن بالأول بالأول كنت شوي كنت شوي بقعد قدام بس كنت أجيب علامات عالية بس أمي ما كان يعجبها يعني عشان كنت أكون التاني على الصف مش الأول فبعدين خلص إنه فرطت المصبح وصير أنا أقعد ورا يعني صرت الرابع اه منيح مني إذا صرت الرابع واللي قاعد ورا فعلياً لأنك أنت مشاغب ولا بدك تصير مشاغب بدك تقعد مع المشاغبين يعني بعرف إذا أنا بعرف عن حالي إذا مشاغب يعني أنا أفكر أنا أنا نس ناس كنت صراحة مهلا السحك آه كيف هذا النس ناس بكون شكله يعني على فكرة إذا واحد من الأساتسة سمع المقابل هاي والله يعني كنت أتهبل بالصف بعدين يجي المدير يقول لي أنت مؤدب مين كان يطلع الصوت يعني هيك كان بالظبط تصير معي آه فأنت مين عمين تعترف لا وكنت استعترف بحدا لا كنت أقول لي بعرفش كنت كنت ملهي بالكتاب بلا بس أنت بتعرف فيه هيك غالبية بضيوف تقارب من وقت ما بلاشت أسأل بالسؤال هات الكل بقعد ورا بستناء فعليا يعني ضيفي وحدة بتقعد قدام وضلت قدام تيلها أنا مبسوط جدا أنه في حدا معي يعني بقعد قدام والأغلب فعليا بقعد ورا بس يعني علامات جيدة فهم يعني أنه هو أنت شو يا ابن ما أنت ابن عالم وناس وهيك شاطر وهيك ليه بتقعد ورا طول الوقت لا لا أنا علامات بنيحة يعني كمان بعض علامات ممتازة الحمد لله وأنت درست في أي مدارس؟ درست في مدرسة شعفات ثانوية للبنين من صف ثامن لتوجيهي قبل هيك درست بالعيسوية للبنين وقبل هيك درست في مدرسة أحد اللي هي مدرسة خاصة إسلامية برضو بالعيسوية بعدين قبل هيك درست بمدرسة دار الأولاد في القدس وعلى فكرة هذا الإشي كان صعب وهذا الإشي كان بالضرورة نتيجة من نتائج أنه في مستوطنين في بيتنا أنه إحنا معنا بيت ومضطرين كنا ننقل كل سنة والتانية ننقل على بيت جديد للأجار لأنه كانوا الأجارات غالية وبالقدس خصوصي وبعدين أنا في فترة من الفترات رحت أقعد مع ستي وعمتي طلعت من بيت أهلي وكنت صغير لساني بس كنت أقعد مع ستي وعمتي وكانوا أهلي يجوا مرتين ثلاث مرات بالأسبوع يناموا بس كان البيتنا كتير صغير يعني ما بوسع عائلة كبيرة كعائلتنا وخصوصي أنه بعد ما استولى المستوطنين على نصه بس هذا التنقل خلاني أروح من مدرسة لمدرسة وكان كمان صعب الواحد يحافظ على أصدقاء يعني من مدرسة لمدرسة كم كان عمرك لما المستوطنين أخذوا نص بيتكم؟ صار الأشياء في 2009 فيمكن كان عمري عشرة أنت جيت من المدرسة اللقيت في مستوطنين جوا بيتكم؟ صحيح بتتذكر المشهد المنيح؟ يعني بتذكر طبعا المشهد المنيح كنت مروح وكان في ملان مئات المستوطنين والجنود بتذكر أنه كان كل عفشنا مرمي بالشارع وبالساحة وبتذكر كان في ملان دم على الأرض يعني أنا فكرت حدا مات وكانت عماتي وكل نسوان الحارف موجودين وكل الناس وكانت ستة يعني كنت أسأل أنا بتذكر الإشي الأساسي كان أنه أنا كنت أستفسر وين ستة وين ستة وكانت بالمستشفى لأنه كان في مستوطن معتدي عليها وهي كانت غايبة عن الوعي بس الباقي هيك كله ضبابي برضو كان كمان الاستلاء على البيت عنا صار عمراحل يعني أنا بتذكرش التوريخ بالزبط عنه تاريخ بالزبط صار الإشي بس قبل هذا المشهد كان فيه مشهد تاني اللي أجوا اقتحموا البيت الشرطة وبتذكر إن أنا صحيته لقيت في خمسة ستة بتطلوا علي وبعدها بقى كم من أسبوع صار الاستلاء الكامل فكان كل هاي الأشياء واردة وأيضا إنه دار الغاوي اللي هم بالنا بالزبط بالشارع صار فيهم هيك قبلنا بأكمن شهر فأنا بس روحت على البيت كان أقل عندي صدمة من ما كان عندي يعني غضب لأنه كنا فهمين بالحارة إنه الدور علينا الدور جاي علينا وأحنا فهمين أيضا إنه هذا الواقع الموجود في مدينة القدس بشكل عام يعني خصوصي هلأ مع محاولات بلدية الاحتلال لتسجيل الأراضي اللي أكيد أنت بتعرف إنه بالنهاية رح يكون لصالح المستوطنين كثير كثير ناس للأسف كثير كثير ناس للأسف رح يكون بيتها مهدد للإخلاء مهدد للتهجير وأنا عشان هيك دائما بكون حزين وزعلان إنه إحنا حملاتنا بتكون بالمعظم هي ردة فعل على فعل التهجير أو ردة فعل على انتظار التهجير إنه إحنا عنا خبر التهجير وإحنا من رد فعل عليه لكن اليوم إذا إحنا عنا طول بصيرة بنقدر نشوف يعني إنه الدور جاي علينا كلنا في كل أحياء القدس ولازم يكون في تحرك يعني محمد بدي أدفش مرة تاني على مشهد 2008-2009 على الرجع على البيت لأنه لعيلي القصة أنا بس سمعتها لحالي كانت صادمة أصلا مرة تاني لأنه فيه إشي نكبة قاعدة بتصير وبعرف إنك أنت بتتجنب بتحكي عن الأشياء يمكن الشخصية أو اللي صارت معك بتفضل تحطها بسياق عام بس أنا وجهة نظري حتى في تقارب ولهيك مساوي تقارب يعني بشكل أساسي إنه في هاي الرواية الشخصية هي اللي بتعكس المجموعة هو اللي بيعكس الرواية العامة فلا إلي كان صادم أنا كأحمد المشهد بس عرفته تاني شي بس سمعته من هنا سمعت روايتها من هنا وأنا بدي أجرب حتى من هنا كانت يعني الصور ضبابية وكان الذاكرة مشحونة بغضب كبير بدي أجرب أسمع روايتك أنت عن هذا الحدث لقدر الإمكان تمام تمام أو معك حق يعني أنا كمان بحاول يعني فيه فيه إش مبرمج إنه ما يحكي على الفردي ويحكي دائما على الجماعي بس آه يعني أنا كمان مرة كان الإشي شوية ضبابي وبفكر جزء منه كان إنه أنا كان بديش أتذكر يعني هاي الأيام بس بذكر إنه أنا كنت مروح من المدرسة أو وصل تلفون وصل مكالمة على المدرسة وربحوني أبدر بشوي روحها تنزلت لقيت الشارع كله مفروش فرش بالعفش وكان في عشرات إذا مش مئات من المستوطنين المسلحين ومن الشرطة ومن الجيش وكان كل نسوان الحارة كل رجال الحارة بس أنا لأنه كان الدنيا الصبح فكان يعني كان معظم نسوان الحارة اللي هم ربات ربات مناظر كانوا موجودين عنا بساحة البيت والصياح وتدفيش وما إلى ذلك وأنا الجنود كانوا عمالهم بغلبوني أنه حتى أفوت على بيتي أنا ويعني بعرفش كيف بقدرة يعني بعرفش كيف قدرت أفوت على البيت ورحت أسأل على ستي وطرعت ستي بالمستشفى بعدين بتذكر عمتي عمتي ميساء غير حمها عبطتني وإحنا مش عيلة عبطين يعني فكان إنه فيه اليوم حدث كبير إنه فيه عبطة يعني وكان صعب وكان بخوف يعني كان مرعب كان مرعب إنه 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 هيك عماله بصير كان فيه أمبلانس وكان فيه دم وكان يعني كان في كتير أشياء وكان أبوي مأهور يعني كان قديس صعب أشوف أبوي مأهور إنه يعني مش كتير مش كتير البني آدم يعني بيشوف أبوي مأهور وبتمناش حدا يشوف أبوي مأهور بس كان أبوي يومها كتير محروق ومتدايق وكانت أم كتير مأهورة وكان من كل يعني الناس البالغين اللي في حياتك اللي هم المفروض يسيطروا على الموقف كانوا هم أصلا فقدين صوابهم من كتر ما الإشي لا يطاقوا لا يطاقوا أنا أصلا بنصدم يعني اليوم أنا فكر إنه بس اليوم بعمر الخمسة وعشرين بس اليوم عمالي بتطلع على الأشياء اللي صارت في 2009 و2010 على إنها صادمة في البداية كنت أطلع عليها أنه هذا هو الواقع وها هي الحقيقة بس فكرة أنه فيه مستوطن أمريكي قرر يركب بطيارة من أمريكا ويجي ويحكي مع محامي هون ومع قاضي هون ومع شرطي هون ويجي يستولي على بيت هذا مخصوش في الدنيا وهذا إشي يصير عادي هذا إشي يعني من رواية يعني من سرك إشي لا يصدق فأنا أفكر إنه اليوم أكتر عمالي يعني براجع براجع حالي على هاي الأيام وما كانش بس الصراحة ما كانش بس الفعل تبع التهجير تبع اليوم بحد ذاته كان فيه كتير أشياء اللي حقدتها يعني أنا كمان بتذكر إنه بأول أكم من أسبوع كان جوا ببيتنا ملحق البيت المستولي علي المستوطنين كان فيه سرير لأختي الصغيرة معها اللي كان عمرها كتير صغير والمستوطنين حرقوا للسرير وصاروا يتدفوا على نار السرير وبتذكر كيف أختي يعني ارتعبت وكيف بكيت وكيف لسنين طويلة صارت تعاني من الترباط خلق بسبب المستوطنين بسبب اللي عملوا بس أيضا أنا اللي بتذكره هو الضحك يعني الضحك ضحك للمستوطنين هذا أكتر إشي بالنسبة لي كان قاتل يعني أنا اليوم لما أشاهد فيديوهات من عقبة الخلدية بالبلد القديمة وأشوف المستوطنين بيستهزئوا برقفة صبلبن وهم واقفين جوا بيته ومن شباك بيته بتستهزئوا فيه وبتمسخروا عليه فيه إشي بهذا الاستهتار وباللمبالاة تبعة المستوطن اللي أنا بتخليني جدا غاضب بتحول كل هدف حياتي يعني أنا بفكر أنه أنا ما بقدر لحالي أجابه دولة زي دولة الاحتلال بس أنا بحس هدفي بالحقيقة أعكر مزاجها أعكر مزاجهم يعني لأنه أنت ما لا يجوز أنه أنت مش بس تقوم بالجريمة وتقترف الجريمة لكن أيضا تضحك على هذه الجريمة هذا إشي يعني لا يطاق أنا أفكر هذا أكتر بالنسبة لي على الأقل هذا أكتر ألم يعني من كل من أي شيء تاني صار معنا محمد وأنت قاعدة بتحكي حكيت عن المستوطن الأمريكي وحكيت عن المستوطن الإسرائيل اللي موجود ولقي لي مش بتأكد إذا من هون بلشت أنت تتعاطى مع الأجانب برا أنا بعرش من ذاكرتي من الانتفاضة التانية فلقي لي كانت الأجانب هم النشطاء اللي بيجوا على الحواجز بوثقه شو بصير عند حاجز بيتيبة أو حاجز طول كرم أو كذا بس بغير هذا السياق ما كنتش منتبه أو ما كنتش بشوفهم بسياق تاني لإلك أنت أوائل انفتاحك على الأجنب أو الغربي المستوطن أو كان فيه نشطاء قبلهم لا كان فيه نشط يعني من أول ما بدأت تحديث بالتهجير كان فيه خيمة سمعني آه سامعك بقول خيمة الاعتصام كان فيه خيمة الاعتصام وكان فيه ناشطين من الـ International Solidarity Movement من الـ ISM وأكثر إشي بارز بالنسبة إلي أنه كنا ندائما نعطيهم أسماء عربية فلسطينية فكان فيه شخص بريطاني كبير بالعمر أجنب بريطاني عمره يمكن بالثمانينات وكنا نسمينا أبو محمود عشان كان فيه باب الحارة واحد اسمه أبو محمود بالزمنات هذا أول إشي وثاني إشي كان أنه دائما دائما فيه شك أنه هم جواسيس يعني هذا كان الجو العام أنه آه منشربهم شاي منعطي أبو محمود شاي يعني ومن ضيفه يعني مقلوبة بس نطبخها يوم الجمعة وهيك بس يعني شجاي بابو محمود من لندن يتضامن معنا هو عمر 80 سنة أكيد جسوس طبعا الغالبية العظمى من هذول المتضامنين ما كانوا جواسيس وطبعا الغرب يعني بعدين نقدر نحكي عنه أكتر يعني بس الغرب كله مش الوحش يعني بس كمان كان فيه منهم جواسيس يعني وقت دار الغاوي لما دار الغاوي تم تهجيرهم من بيتهم دار الغاوي وحنون بألفين وثمانية ألفين وتسعة فيه شريحة من المتضامنين ساعدوا بالتهجير اللي هم كانوا أصلا مش مستعربين كانوا مستضمنين شو بعرفني كانوا يعني كانوا يهود كانوا يهود كانوا يهود عاملين حالهم متضامنين أجانب وفعلا يعني ساعدوا ب كانوا بآخر أيام الاعتصام طبع دار الغاوي كانوا متضامنين يناموا جوا دار الغاوي يعني بالساحة كانوا يناموا ويوم الإخلاق ساعد فيه جزء بينهم جزء صغير ساعد بالاستلاء على البيت فعلا أنا هاي الصورة أول مرة بعرفها بس أنت بتعرف زيك أنها صور يعني مرة تاني صور نكبة هاي التفاصيل الصغيرة أنا بفكر هي بتعمل صورنا هي بتعمل روايتنا وبحسلك كمان جزء كبير من النكبة بصريا أو على مستوى مخيلي بتشوف أنت ناس حاملة غراض فقروية حاملين أواعب أواعب مزعة طالعين بس شو كان بصير قبلها بيومين وثلاثة وأربعة وخمسة كيف كان بنشغل يعني من الصح دراش بس وإنت قاعدة بتحكي عم برجع كمان بخطر لي قصة ثانية قيلت ما قبل الثمانة وأربعين على نوعية علاقات اجتماعية كانت موجودة بعدين تسللت اللي هي مش تضامن بس نوعية علاقات اجتماعية قلبت فعليا لما تغيرت القوة في حينها محمد بالشك التاني الخيمة نفسها كان فيها يسار إسرائيلي أو كان ما يسمى يسار بعدين شو تسمي عد أنت عندك طوشة مع الموضوع هذا بس أنا لقي لي باجة بتطلع أنه الفيلم اللي معمول عنك وعن مونة من الكاميرا اللي مكتوب عليها بالعبرة لوجود دائما فكرة أنه ما قبل ما إحنا سمعنا عن الشيخ جراح كان فيه نشطة إسرائيليين موجودين دائما فيه كمان علاقات اجتماعية موجودة بس وصولا لمحل بيمكن 2021 وما بعدها صرت أشوف أنه فيه توجه واضح بتحييد الناس هدول أو التوجه بعدم التعاون معهم فمنفعة تخبرني عن أنت مصارك مع هذا بس كيف بلش من خيمة الاعتصام تمام أولا أنا بدي أقول أنه أنا لا أؤمن أنه فيه إشق اسمي يصار إسرائيلي بس كبداية يعني بفكرش أنه عندهم يعني سبكترم سياسي الإسرائيلية بفكر كلهم هذا اكتشفته ولا يعني اكتشفته لحالك أكتشفته هلأ الحالة العامة كانت في كل القدس وفي كل الأحياء المهددة بالتهجير كانت أنه الميوسمة باليسار الإسرائيلي كان موجود كان موجود وكان مهيما أصلا على الخطاب الإعلامي كان مهيما على الخطاب التضامني أنا كنت صغير ما ما بعرف يعني شو تداعيات هذا الموضوع أنا بقدر أعرف إنه إحنا لجاننا تبعت حاراتنا هي لجان محدودة الموارد بقدر أعرف إنه الإسرائيلية اليساريين هم بني أدمين مشبعين بالدنب إنه هم قاعدين ببيوت فلسطينية بيافة وبحيفة فبيجوا يعني بيخسلوا ذنوبهم عنا بحاراتنا وبيكلوا مقلوب يوم الجمعة هالأشياء بقدر أفهمها بس لكن كيف هذه الحالة كانت تتصير أنا ما بعرف بس هو يعني الإشي الواضح إنه هدول ناشطين ضد الاحتلال وبالنسبة لإلهم حدود السبعة وستين قدس الشرقية أو ما يسمى بالقدس الشرقية مسافر يطة كل المحلات التي تقع تحت احتلال وهم ضد الاحتلال فهم يروحوا يتضامنوا معها ويتآذروا معها وما إلى ذلك وما بعرف إذا إحنا يعني عائلاتنا كان من محل قلة حيلة أو كان من محل قلة تضامن من أبناء البلد أو كان من محل عقدة خواجة أو ما إلى ذلك بس كان فيه نوع من أنواع يعني التعاون اللي أنا بفكر صار واضح جدا لإلنا إذا إحنا بدنا نعمل حراك شعبي عالمي بال2021-2020 كان لازم نقول لهم بشكل واضح وسريح إنه أنتوا غير مرحب فيكم بهذه المساحات أنتوا مش موجودين مش مرحب فيكم بهذه المساحات لسببين برأيي أنا الشخصي السبب الأول يعني سياسياً إحنا مش على نفس الصفحة إحنا نؤمن إنه الصهيونية هي حركة استعمارية إرهابية لا شرعية لها وإنه استولت على فلسطين من النهر للبحر بينما أنتوا تؤمنوا إنه فقط الاحتلال يجب أن ينتهي هذا الإشي يحطنا فيه تضاد لكن السبب الثاني اللي هو أكتر سبب تكتيكي برأيي أنا وما بفكر إنه هذا الإشي اللي رحكيه هلأ كتير متفق عليه يعني هذا بس رأيي الشخصي أنا بدي أن نوه بس أنا كمان بفكر إنه تاريخياً الصراع الفلسطينية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي كما يقال عنه دائماً تم الترويج إليه كأنه إشي كتير معقد وإشي مر عليه ألاف السنوات من الزمن وإشي غير مفهوم ومسلمي إسلام ويهود وخشين في بعض وإحنا مش فهمين التبعيات وما إلى ذلك وأنا بفكر كان هدفنا بحملة الشخص جراح إنه نبسط للعالم الحراكة التحرير للفلسطيني إيش معنا قضية فلسطينة إنه نبسط الإشي إنه فيه محتل وناس محتلين وفيه ناس اللي أراضيها احتلت فيه مستعمر ومستعمر في كل هاي الأمور ننبسطها وبيفكر إنه وجود إسرائيلية في هاي الصورة بيعقد الأمور بيخلي الموضوع أكتر شائكة وبيخلي الناس اللي بره الماء لها اللي ماء لها فهم عن الموضوع وماء لها أصلاً اهتمام كتير بالموضوع يصير عندها شوي لخبطة وخربطة طبعاً أكيد كتير ناس يمكن حطمونا كتير ناس يمكن تعترض على هاي وجهة النظر لأنه رح يقولولك إنه إحنا مش بروباجاندا وإحنا بدناش يعني نبسط الإعلام لدرجة البروباجاندا بس أنا بفكر إنه إحنا نجابه أكبر جهاز بروباجاندا في العالم وإذا إحنا مش راح نخوض في معارك بروباجاندا رح نفشل إحنا يعني إذا بس بدنا نستعمل الحق كسلاح رح نفشل لأنه الحق يعني كلمة الحق لا تضاهي خمسة عشر محطة تلفزيونية يعني لازم يكون عندنا نوع من أنواع الاحتيال على الأعلام الاحتيال على السردية العالمية ويرب ما حدا يترجم هذا الإشارة الإنجليزية بس لازم يكون عندنا يعني شوية حداءة بالتعامل مع الإعلام لأنه بالنهاية إذا بدنا إحنا نلعب بقواعدهم وإذا إحنا بدنا نبوس الكلب من ثمه يعني كيف بقولك المثال مش رح نجيب بنتيجة فهي هي الأشياء بس أنا كمان بفكر إنه حتى اليوم في عنا فيه إشكالة بوجود اليسار الإسرائيلي في حي ذاتنا طبعا يعني تطلع على مسافة ريطة لأشهر طويلة كان الوحيدين اللي روحوا يتضامنوا مع سكان مسافة ريطة المهددين بالتهجير هم اليسار الإسرائيلي تطلع على عقبة الخالدية ومين بتواجد في البيوت اللي موجودة في عقبة الخالدية الواضح لقلنا إنه إذا بدك تحرك الشارع المقدسي أو الشارع الفلسطيني عشان يجي لازم ما يكون في إسرائيلية موجودين وهالإشي مفروغ منه لكن أيضا يعني أنا ما بعرف أنا ما بعرف إذا أنا عندي يعني إحنا كان لنا طواش بحرتنا وكلنا قصص طويلة عريضة مع هذا الموضوع بس أنا ما بعرف إذا أنا بجيني قال بأقول لحدا من مسافة ريطة إنه تتعاملوش مع الإسرائيلية اليساريين ولا أنا بجيش بالضامن معكم لأنه يعني بالنهاية فيه نوع من أنواع اليأس اللي موجود فيه نوع من أنواع العزلة اللي موجودة هناك اللي إذا بس اليساريين اللي بروح هناك أنا مش رحكي إشي طبعا عيب علينا أنه من روحش وأنا بفكر أنه هلأ فيه أكتر من إنشاتف جديد عماله بصير اللي بدعم مسافة ريطة من فلسطينية بطلب من فلسطينية يروحوا يعملوا جولات بمسافة ريطة يروحوا يتضامنوا مع الناس يروحوا يسهروا مع السكان يكونوا معهم بس هذا إشي كتير مهم نكون وعيين لإله يعني ومش بس يعني أنا أفكر هو أكتر إشي وضوح صار يفتحت راسك بس أكتر إشي واضح بالشارع يعني صح؟ لأنه واضح أن هم هدول يعني أشكناج شو الله جايبهم هون يعني بنص سلواني يوقف بنص سلواني يحملوا داي لقبوش يافطاط هيك بس الأكتر من هيك هو موجود يعني بالنجي اوز موجود بالخطاب الإعلامي موجود كتير في تسلل لهم وفي سيطرة وهم ما فيش عندهم الوعي الذاتي الكافي يعرفوا أنه هن مش مرغوف فيهم وإحنا وازم نكون شوي أوعى لهذا الموضوع وأنا باعتدر أنه بقول إحنا لازم وبقول كلام زي لازم وأوعى وكذا عادي عادي بحات ربك لا لا في تقارب لا عادي تقدر تطرح تشارك رايك من وين شبتوا لنا هذه فكرة أنه الواحد بعرفش حكي رايو وغلط نحكي صح وغلط يعني هاي أنا الجند اللي بتضل لا ما أحد بالراحة أطول بالك كل واحد يحكي حتى اللي بديجي هت عليك أصلا يعني هو بده وكف على أرضية مختلفة بس اسمع شو محمد بنفع مرة تانية انطلاقا من الخيمة وبصور يسار إسرائيلي كطفل كانوا حاضرين وموجودين أكيد في قصص أو محطات اللي عملت لك كليك لك أنه أنت لازم تطلع على الأشي بشكل مختلف قبل ما تقدر اليوم تشوفه بشكل أوسع تقدر تنظر له كمان بسياقات تانية بأماكن تانية بس وين تحسيت أنه في حالة التناقض أو التضارب المصالح ما بينك وبينهم بشكل واضح ما بدي أصخف الموضوع زيادة عن اللزوم بس بفكر أنا يعني إحنا بالأوتس بس أنا أصدقائي بالأوتس إحنا فيه إشي فينا إنه كأنه حسيا لا يعترف بوجود إسرائيل يعني حتى فوق بعيد حتى عن الشعارات وبعيد عن أنه المبدأ أو الأرضية السياسية أنه أنا أنا كل مرة بروح فيها على المطار أو كل مرة بركب فيها بقطار يودين من الأوتس على حيفا وبشوف أنه مثلا في قطين صور على الحيطان وكتبين بالعبر وهيك أنا بنصدم يعني كل مرة ولا مرة يعني بيكون إشي طبيعي أنه بالنسبة لي هذا الحكي مش حقيقي يعني فأنا أول مرة لما كنت أسمع الإسرائيلية يقولوا إسرائيل وإحنا بإسرائيل وإسرائيل وإسرائيل كدولة موجودة على الأرض لكن مشكلتهم الأساسية مع الاحتلال أو مع المستوطنين أو مع ما يسموه التطرف الصهيوني مش عارف إذا بتذكر يعني مش عارف إذا بتذكر أحداث معينة لكن حتى بالأفلام اللي فيه فيلم أنا ومنا كنا فيه اللي هو تمام فيه فيلم تاني شوي أصعب اللي كنت فيه أنا لحالي اللي حتى بالتقطير تبع الأمور دائما كانت كلمة الإسرائيلي هي المنزلة الأعلى الأهم التي تقاس وكلمتنا هي يعني المساندة فالإسرائيلي بيجيب لك التحليل السياسي بيجيب لك التقطير السياسي بيجيب لك الواقع بيقول لك إيش هو وأنا المفروض بس أجيب لك ورجيك الكذمات على جسدي ورجيك الجروح ورجيك إيش صار فيه ورجيك الوجع والألم اللي صارت فينا ورجيك هاي الأمور وإنت ك human rights researcher ولا كصحفي هيك أنت بتعمل شغلك هاي الأشياء كمان كانت تعمل لدردك يا وانا طفل يعني وانا صغير بأول المراهقة إنه إش معنى يعني هم هم اللي بيحكوا بيعملوا الخطبات وأبصر شو مع أنه هم القتلين القتل يعني بس مش عارف هزا فيه عن جد حدث عيني كان في كتير أشياء تراكمية بالشقة التانية أنت بتقول أنه كمان بتعرفش إذا هذا الإشي نابع من من تقصير أو من تقصير الفلسطينيين بس كمان كيف أنت قلت الفلسطينيين بجوش أو يعني عموم الفلسطينيين بجوش من غير كمان بوجود عفوا إسرائيليين بعيدا عن أي تصنيفات يعني حتى كنت أسمع وقت الشيخ جراح من شباب من القدس أصدقاء أنه لما كانوا ينزلوا يلاكوا مثلا أنه إحنا مجيش بنقعد وهدولا موجودين هون مية بالمية فصار واضح لأنه في شغلتين مع بعض أنه أنت بدأت تختار يعني لما لما بدك تعمل المعركة واسعة كيف قلت محمد قبل ما نطلع نحكي أكتر عن الأجانب والغرب وكي بتطلعوا شوي بهمني أعرف الدرس أنت بمدارسي القدس يعني إشي مش بهم مدارس طول كرم أخوي من وين جبت الإنجليزي وإنجليزياتك مكسرة يعني يعني كانت كانت أولا بعرفش كنت يعني بعرفش كنت على التلفزيون وكان أبو محمود ودلو يطق حانك يعني بالإنجليزي كنت يعني بدأ أسائره يعني شو عن نظيف وكنت كلمة ع كلمة يعني أبا حسنت اللي هو المتضام الأجنبي الأجنبي يعني مش علمت حالي إنجليزي بس أكيد المستوى في مدارسنا يعني مش مش روح يطلع إدوارد سعيد باللغة الإنجليزية فكله كله يعني كان من إدر من تلفزيون أو أفلام أو محادثات وما إلى ذلك حتى اليوم أنا لغاتي الإنجليزية يعني أنه أنا بفكر أني بحكي إنجليزي ممتاز بس أنا بخلط كتير إنجليزي قديم مع إنجليزي حديث وهيك ما عندي يعني يعني شوي الإنجليزي تبعي حتى شوي مختلف بس أنا مش عم بحكي عنها كلغة بس يعني ممكن أنه قام للأفلام شاطر أنت بتشوفه وتطلع على الترجمة وبتقلب وهيك وبتحكي مع عبد محمود بس اللغة فيها حمولة ثقافية اللي بتخليك كمان تقدم رواية بشكل يعني بكيف أنت عم بتقدمها اليوم أنا بفكر أنه الناس ما هحك تقول أنك أنت ربيان بمدارس أجنبية أو تفكر وتعتقد أنك يعني ربيان وكبران بمدارس أجنبية ودارس إنجليزية مش شعفات والعيساوية وهيك ما نسوا خاطر لا يعني زي زي الفاضلية في طول كرم يعني مش مش راح تطلعك بمحل أنه بتطلعك تحكي إنجليزي كويس لأنه أسادتنا أقوياء بس ما هاي الحمول اللي موجودة يعني الحمول الثقافية اللي مع اللغة بتحتاج شكل آخر أنا ما بعرف كيف بحالتك أنت كيف صار أنا طول عمري أنا طول عمري مهووس بفكر أنا مهووس باللغة يعني أنا باخد كل إشي بشكل حرفي للأسف يعني إنه أنا كتير كتير بحمل الكلام معناه الكامل يعني وهذا بكل إشي مش بس بالإنجليزي بكل الحياة يعني إذا أنت بتقول لي بدك تيجي عندي على الساعة سبعة وتيجي عندي على السبعة وطولت بقلب بوزي يعني إنه خلص أنت قتل سبعة ليه مش سبعة وطولت فمن وقتها يعني كان من وقت صغير كان هذا الهووس يعني يجرني لمحلات معينة بتذكر قراءة الأدب الصهيوني وأنا صغير لغسان كان أفاني بس برضو اللي كان يمكن عنده انفلوانس أكتر شوي كان في موقع إسرائيلي بالزمانات اسمه تيب The Israel Project وكانوا كانوا يعملوا مانيوالز لكل سيناريو بتقدر أنت تتخيله تعني أقول أنه أنت دبلوماسي إسرائيلي رح تطلع على CNN Myth Fox News وفيه هلأ صواريخ بتنزل على غزة شو النقاط الأساسية اللي تحكيها وكانوا يشرحوا بهذه الأشياء كانوا يشرحوا ليش هاي الكلمة مش هاي الكلمة ليش كلمة مثلا Raining Rockets مش Throwing Rockets أو Launching Rockets ليش مثلا كانوا كانوا إذا أنت دبلوماسي لازم تقول أنه أنا أنا بحزن على كل حياة بريئة راحت في غزة بينما إذا أنت مواطن إسرائيلي مش مطلوب منك تحكي هيك في كتير أشياء اللي أنا بالنسبة لي كانت مثيرة للاهتمام ونهواست فيها سنوات طويلة أنه عدت أقرأ شو بيكتبه وشو بيحكه ليش هلقد بحمله الكلام ثقل وما إلى ذلك وأنا اليوم مؤمن أنه اللغة هي حق الألغام يعني اللغة هي بتحمل يعني أنت بتقدر تسقل وعي شخص فقط من من الطريقة اللي أنت بتحكي فيه معاها والكلام اللي بتحكيله إياه بغض النظر الشخص وين موجود يعني وهذا الإشي اللي خلاني أعطي أكتر اهتمام للغة وهنا أصلاً بدأت قصة طوشة الإخلاء والإخلاء والتهجير يعني كان فيه طوشة كبيرة طويلة عريضة أنه أنا كنت رافض كلمة إخلاء و كتير ناس ويمكن معهم حق بس كتير ناس أنه أنت شو يعني الناس عملها بتترمى من بيوتها وانت فارق عليك إذا بنحكي إخلاء وتهجير بس أنا من نسبة إلي كان في كلمة إخلاء فيه سلطة قانونية أنه أنت عشان تقدر تخلي حدا لازم يكون عندك سلطة قانونية وهذا الإشي بتحمل في وعي المشاهد نوع من أنواع كمال مرة السلطة القانونية اللي بت بت تسمح للإسرائيلية يطحونها من بيوتنا لكن بالنهاية كلمة إخلاء ما 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 بتفهمك أنه فيه احتلال ما بتفهمك أنه أصلا هم فيش عندهم سلطة قانونية ما بتفهمك أنه أصلا فيه مئة مئة جندر رح يكونوا يجوا يرموك بين البيت وحتى هاي حتى هذه التنقضة البسيط بين كلمة إخلاء وتحجير ساعدنا نجابه الرواية تبعة وزارة الخارجية الإسرائيلية لأن وزارة الخارجية الإسرائيلية سمت الموضوع في 2021 مناوشة على العقارات أو مشاكل عدم اتفاق على العقارات وإحنا استعملنا هذه السطر عشانهم أنه الناس المتطوش على العقارات هيك بيكون شكلها يعني أنه واحد من أمريكا جاي مع كتيبة شرطة بدأ يطحينها من بيوتنا وعماله بيحكي خزعبلات دينية وصخام البن يعني هذا أنا أفكر كمان مرة هذا رأي الشخصية ويمكن كتير ناس ما بتتفاق بس أنا أفكر اللغة هي من أهم الساحات الممكن أن نجابها عليها طبعا لا تستبدل يعني البندقية تفهميش غلط بس أفكر أنه هي مهمة بشكل يعني مهمة كتيرك هلأ أنت ذكرتني في إزرائيل بروجيكت أنا كنت منبهر بالمناسبة بهذا المشروع دائما يعني كنت بتطلع عليه أنه أنه أنا آآ آآ كانوا شاضرين بشكل مرعب يعني أنه أنت أنا بتذكر في صورة اللي صفنت فيها لن أنساها يعني كانت لقيل درس في البروبغاندا عشان هيك أنا ممكن أجاد لك أكتر ما أجادل مثلا المقابلينك بقضية أنه كيف نبني بربوبغاندا أو إذا بدنا نقدم حقائق أو ما بدنا نقدم حقائق آآ جابه بتذكر فيه صورة على حاجز كولنديا جندية وكلب وحاجز كولنديا ودور على حاجز كولنديا دور كبير على حاجز كولنديا والجندية عم تعطي تفاحة خضرة للكلب والبوست فعليا جانب إنساني على فكرة أنه كيف الجندية خلال عملها بتهتم في الكلاب اللي موجودة في المنطقة وكذا أنا لما قريتها جمال الصورة يعني على مستوى جودة وذكاء اختيارها المشهد كيف معمول والسطورة اللي مكتوبة على مستوى اللغة أشغلتني عن أني أطلق حتى على سرب الناس اللي واقف على الدور فأنتي بصير تشوف إنه شوية لا إحنا يعني هون مش عم نحكي عن مجرد إشي عابر أو عن عن مجرد لغة يعني وهيك بس أنت عم بتكلي إنه انفتاحك عن البروبغاندا أو انفتاحك على اللغة السياسية مش البروبغاندا عن اللغة السياسية كانت شكلتها من التعرف على اللغة السياسية اللي بيستخدموها الاسرائيليين وبلشت فعليا تشتغل الإش عكسي يعني مية بمية أنا فكرش بروبغاندا كلمة سيئة أنا فكر أنه هي وسيلة وأداة كتير مهمة والاسرائيلية مش هم اللي اخترعوها وهم يعني أعادوا تصنيعها يعني مش إشي جديد وأنا فكر أنه إحنا الحق في جانبنا وإحنا أصحاب الحق وإحنا كل هذا لكن أنا فكر إحنا بنحتاج أكتر من بس الحق إحنا بنحتاج أكتر بكتير من بس إنه نكون على حق لأنه في كتير يامع يامع ناس ماتت مظلومة ومن غير من غير ما تكون قوي طب بجانب اللغة فيه إشي تاني صار واضح لشوي معالم الطريق اللي بده يعني اللي قادر أشوف محمد اليوم كيف عم بتعاطى فيها بس من ناحية تاني فيه معلم فيه أسليب خطابة وفيه أتتيود بالصحافة والإعلام ضليتك أنت بتشبهنا يعني هيك بقول أنه ما فيه فوارك كتير بالنشأة بهذا الولد الهلفوت اللي بنطه بيزبرنا على جرس وبهره تمام أو بيحكي قدام الكاميرا بشكل بسيط وعادي بس مرحلة تقديم اللغة اللي هو كمان تحدي آخر مش بس المهم أنك تعرف ثقافة وتعرف لغة كيف تقدمها وكيف تحكيها وكيف تدخل مناظرات هذا السياق لحالك تعلمته اشتغلت فيه على حالك أو فعليا تعلمته من مكان ما مرة كان فيه حصة كنت كنت ماخد كورس كوميونيكيشن تواصل بالجامعة وكان فيه حصة حصة من هالحصص بالكورس أنه درس من الدروس كان عن المغالطات المنطقية بس كيف حصة واحدة كان 2013 مغالطة منطقية وأنا يعني انبهرت بالموضوع أنه مغالطة منطقية يعني أنه إذا أنا بدي أناظرك أسب عليك كل اللي أسب يعني بعدين أنه أنت بضبطش يعني بضبطش حط كلام بتمك بضبطش أفتري عليك طيب هاي كل هالأشياء ما كنتش عارفها فبعدين صرت أدلس المغالطات المنطقية وصرت أستعملها يعني وهو أصلا كل كل سلاح الإسرائيلية ضدنا في الإعلام هي مغالطات منطقية مغالطة منطقية واحدة اسمها بالإنجليزي وأنا اسمها جاي من فكرة أنه كانوا يعملوا بالزمنات أظن إذا أنا فهم القصة صح كان بالزمنات يكون في سباق سيد سباقات سيد يعني يجيبوا 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 صيادين يعملوا مصابقات سيد وكان حدا يحط يا أما سمكة يا أما يا أما يا أما شاسمه أرنب معفن أو إشي بنص طريق الكلب عشان الكلب أنه يلتهي بالريح المعفنة ويلتهي عن السباق ويلتهي عن خط النهاية وهيك بصير معنى أنه أنت يعني أنه بقتل وشيرين أبو عقلف بمخيم جنين وإحنا منصير منصير بعدين بسؤلنا طبت هي ليش كانت بمخيم جنين أصلا فإحنا منصير أقول ما هي صحفية وشغلها وبصر ومنتبهش حالا أنه لتهينا أنه ضيعنا شاب صغير اللي حفروا على جلده نجمة داود طلعت الشرطة بيان أنه لا هذا مش شفرة هذا من من آع البوت هذا من الحذاء يعني وشفت أنه صارت أصلا الحذاء بيعملش هيك أنهم بيعملوا هيك أصلا عشان يشتتون عشان يلغوا يعني يلغوا تقدمنا في هذا المصابقة يعني نسميها مصابقة وإحنا بدلا ما ننتبه على هذا شيء لا منصير نخوض معهم هيك هو الاشي واضح أنه أصلا يعني غير منطقي بس منخوض فيه ومنضيع الهاي وبعدين بعد أسبوعين رح يطلعوا يقولوا أنه يحرم حفروا على وجهه بالشفرة ورفضناهم من الشرطة أو يحرم حفروا على وجهه بالشفرة بس للي عمل هيك يعني عنده اضطراب نفسي أو كذا نحن لجب نتمسك برويتنا ما نتشتت بكل هاي المحاولات لتشتيتنا هاي الأشياء أنا فكر كتير كتير سعادتنا خصوصي بموضوع معادات إسلامية يعني هلا هذا مالف معادات إسلامية بدكت يعني بدك تحكي فيه كتير تحكي لي عنه كتير لأن الصراحة أنا الشجاعة هاي اللي انت بتخش فيها شمال يعني صعبة علي بس أنا أحكي لك أنه وانت قاعدة بتحكي كان عندي وقت عبدالله أبوتين كان فيه إشكال يعني اللي هو طبيب طلع من المستشفى في مخيم جنين حمل إسلاح هو طلع يشتبك هو لساته بأرض صورنا صعبة أنه هو ممكن نحمل روب أبيض وطه في حالة في حالة كمان في حالة شرين مش المشهد بأنه كيف قدموا الرواية بس لما قالوا أنه ممكن تكون الرصاصة إجت من غير من من خلال الاشتباكات اللي موجودة الرواية مقنعة وإحنا عنا كمان يعني بنعرف أنه الشباب عنا كيف شكل الاشتباكات ممكن تكون فلا إلك كمان أنت بترجع هم بحطوك على أرضية وإنت بتخوضها في كتير مشاهد مثل هيك ويمكن أكتر شيء بعمليات الدهس أنه هم كيف كانوا بختاروا دائما أنه كل عملية دهس أو كل عملية قتل أو إعدام شاب فلسطين على الحاجز حتى آخرها اللي شفناها في القطار أنه دائما يكون هذا في عملية طعن أو نشغل على أنه في رواية دائما لتغطية أي عملية إعدام على مدار السنين محمد صار هذا الإشي بس إحنا من عنا ما نتسلح بمعلومات يعني أنا بحكي لك أنه بشعر أحيانا بغضب شديد لما أنا من من أعرف معلومة يعني من الجهة الفلسطينية التي تتحقق بأصل إطلاق النار في حالة شيرين عبدالله أبو التين لما بتطلع النتيجة بشكل عكسي أنه أنت كانت الناس بتنفي فعليا قصة للسحب أنت ببطل عندك ثقة بالإعلام طبعك يعني طب أنا من وين كمان بدي أجيب المصدر أو المعلومة في الوقت اللي بتشوف يمكن أنا بدي أطلع لبرة بشوف أمنست كيف عم بشتغلوا عليها الإسرائيليين بقضية أوكرانيا كل ما حكت كلمة تمام كل ما حكت كلمة بيجبولها ملاف أوكرانيا أنت مش عم تحكوا على روسيا كذا مش عم تعملوا كذا في إشي أوكرانيا هنا لاش عم تحكوا بفلسطين ومش فطول الوقت عم بدفعوهم باتجاه تاني وبيقدموا روايات مختلفة فالجماعة مش عم بشتغلوا بس علينا عم بشتغلوا كمان بمكان تاني وشيء تاني بالإعلام محمد شفت أنه أنت اتدرجت وصولا عند محل اللي كان فيه تكتيكس اشتغلت عليهم وصولا اليوم أنه أنت يمكن كيف حكيت لأنه أريح أو بتنتقي أكتر المنصات اللي بيك قبل ما تطلع بيكون فيه يعني جول أنا فيه شفت هبعش عندك أو عند منا بألفين ووقت سيئن أني ممكن لما كان فيه نوت سيك موجودين على جنب الشاشة فلايلي أعطاني ثقة أكتر بأنه الشخص اللي كت دايما عارف شو عم بعمل ومن هون أنا بلاشت أكتر أتبع أنه أنه أنت شو عم تحكي ودارس شو عم بعمل ومش بس مجرد شاب اللي هو من الناس المتحمس اللي عم بزد حكي بس إذا بدي أرجع للإعلام شو اللي خلاك أول شي أصلا تفكر بالتحضير أش خلين أفكر بأحضر المقابلة من الأساس أصلا كل فكرة المقابلات يعني معين في الهجمهور معين كل بزبط أنت تطلع تحكي يعني تتربل على التلفزيون يعني أنت بيعطوك دقيقة ودقيقة استجواب مش مقابلة هما بيستجوبوك وإنت بيكون عندك فكرة عن إيش دك تحكي يعني فيه كثير أشياء مختلفة اللي بعملها أولا فيه رفض كامل يمكن خف شوي بآخر أكمن شهر بس بالعادة فيه رفض كامل أنه يكون الإشي فرداني يعني الأشياء بدي أحكيها دائما بكتبها وببعدها لكتير ناس اللي هم يعني أكتر ناس نقديين بالعالم اللي يساعدوني اللي يساعدوني أصيغ أنه يقولوني إذا فيه ثغرات بالكلام بشكل أو بآخر بس الأهم بين هيك أصلا المناورات الاجتماعية اللي أنت بدأت تعملها قبل المقابلة يعني مثلا المقابلة CNN اللي هي كانت كثير مقابلة كبيرة ما كانت رح تصير لولا صار فيه نصب وإحتيال من تجاه قبل المقابلة يعني أنا عملت مقابلة هم بطلب منك بالقبل أنه تعمل مقابلة تحضيرية أول أشي وتاني اشي اللي بطلب منك دائما المقابلة تكون مسجلة فأنا أولا قلت لهم أنه مستحيل أعمال مقابلة مسجلة عندي اخترعت عذر أنه عندي اجتماع بصر شو بزبط اللي أعمالها live وفعلا طلعت وعملت مقابلة تحضيرية وقلت لهم كل شي بدهم يسمعون لأنه لما يعملوا مقابلة تحضيرية هم بدهم يتأكدوا على التلفزيون وبتحكي اللي بدك إياه بهالضيق أو نص وبتعرف أنه مستحيل تخلي المقابلة يواجهك أو يواجهك أو يحشرك بالزاوية ومستحيل أنه أنت بتعرف أنه أنت مش طالع تدافع عن حالك أنت مش متهم في محكمة أنت طالع تحكي تلات نقاط أساسية نقطتين أساسيات اللي أنت عرف من قبل طالع تحكي بس في مناورات اللي هي بتعملها قبل المقابلة عشان يسمح لهذا الأشي يصير أنا بخليش منصة تعتب علي الصراحة إلا إذا كان في مشاكل تطبيعية أو مشاكل أخلاقية بس أنا فكر أنه مهم جدا نوصل لأي جمهور نقدر نوصل ونحكي له البدنياء وإذا هذا الأشي بيعني أنه أنا لازم أكذب لي كذبتين على تبعة السيان لأن عشان تخليني أطلع التلفزيون بكذب كذبتين مسفرقة على الله بسمحني بعدين طب محمد محمد هاد مؤسسات الإعلامية بكل مكان ممسوكة من رؤوس أموال وكمان بسياسات بكل محل إذا بدأ أحكي بنفع تعطيني هيك خارطة لكبرى المنصات اللي بالأول يعني الأكبر مشاهدة هم CNN BBC والنيويورك تايمز يعني هم اللي بسيغوا الخطاب اللي بنتقوب باقي الناس بعدين يعني إذا أنا فهمي للساحة الإعلامية في أمريكا وفي العالم الغربي صاح هم هدول هم المنصات اللي بتصدر الخطاب أو بتصدر الفهم السياسي للمنطقة يعني هدول هي المنصات وفي منصات أصغر اللي هي يعني عندها توجهات أكتر مناصرة للفلسطينيين وطبعا بتفاوت وفيش حدا يعني ماسك سلاحة ونازل يعني بس في يعني في 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 إشي وإشي يعني أنا مثلا بطلع بطلع على CNN Live هو مرة واحدة مع مرة رجعوا عزموني بس بطلع CNN Live لأنه بعرف أنه Live مش هقدروا يأسقصوا الكلام ومش يحطوني يعني بخانة معينة بس مثلا مستحيل أعطي مقابلة لنويورك تايمز أنه أنا بعرف من جهات داخلية من المصادر الداخلية أنهم عندهم أجندة ضد الفلسطينيين ومناصر الصراحيونية وأصلا لو فيش هاي المصادر اللي تحكي لي هيك واضح جدا من عملهم ومن سيرورتهم فأنا بتساءل على دور الصحفيين الفلسطينيين اللي بروحوا يشتغلوا بهاي المنصات طبعا هذا موضوع شائك لأنه أنت بدكش تطلع لحدا بلقمة عيشه يعني بدكش اتزاود على حدا فقط لأنه يعني عماله بحاول يطلع معيشه بس بالنهاية أحيانا هذه المنصات استعملنا ك بولو بالانجليزي يعني بيستعملونا ك يعني استعملونا كيف بيشوفونا كيف بيقدمونا كيف بيشوفونا بنفع هيك تحكي يعني بيرسونا لكل لكل منصة أم بأنت كيف تتخيلها وكيف تعرفها أنا أنا بفكر أنه المعادلة اللي عندهم أنه في أنت واحد من اتنين يا أم أنت الضحية المولولة اللي عمالها بتخسر كتير لكن بالرغم من خسارتها قلبها مليء بالحب والحنان يا أم أنت الغاضب الإرهابي الإسلامي زيادة عن اللزوم المرعض المخيف وهم على هذا النهج بواجه أسألتهم لإلك إنه إذا هم ما قدروا يكسبوك كالغاضب اللي رح يعزز الستيريوطايب طبعك كأنك السور النمطية طبعتك كأنك شرير وبتخوف و911 وهيك رح يحاولوا يخلوك تستعطف وتبكي وتحزن وما إلى ذلك هلأ أنا ما عندي يعني أنا يمكن عندي مشكلة مفصلية مع يعني مشكلة مبدئية مع الاستعطاف بس إفرد حتى ما عندي مشكلة مبدئية بفكر أنه استراتيجيا غير ناجح يعني هي هاي استراتيجيتنا كانت بالسنوات الأخيرة إنه عشان إحنا بعد الانتفاضة الأولى وبعد الانتفاضة التاليوب وبعد 11 سبتمبر وما إلى ذلك كان في كتير شيطان للفلسطيني على الشاشات الأمريكية والشاشات البريطانية صارت استراتيجيتنا المضادة إنه إحنا نطلع بأكتر صورة ملائكية ممكنة لكن هاي الصورة الملائكية بتقلس سقف إنسانيتنا إحنا منقول إنه إحنا بس نطلع ونحكي عن أطفالنا ونسائنا المقتولين الضحايا وننسى شبابنا ورجالنا إحنا من أنسن الفلسطينيين لكن إحنا بالفعل منقلس إنسانيتنا نحرمنا من هاي الإنسانية لما نقول إنه إحنا فلسطينية لكننا مش غاضبين لكننا ما منرد الصعص عين لكننا منعطي الخد التاني إحنا عمالنا منقول إنه الصفات الإنسانية كالغضب والكراهية الصفات الإنسانية الطبيعية كالحقد كالمقاومة كالدفاع للنفس هي مش من حقوقنا ومش إنسانية ومش من حقوقنا وأنا فكر هاي للأسف استراتيجية مش ناجحة وأنا طبعا أنا أكبر عيني مش أكبر عيني بس أنا واحد من هدول العينات يعني إنه أنا كان عمري ممكن 11-12 سنة أخدوني على البرلمان الأوروبي وأخدوني على الكونغرس وأنا صغير عشاني بحكي يعني كلمتين ونص بالإنجليزي وحكولي إنه سألوني أحكي عن كيف المستوضين مضايقوكم وحكي كيف كذا وأبصر كيف وأنا صغير يعني كنت تفكر إنه والله يعني شو أنا يعني أفلطون زماني إنه عمري 14 سنة ومطلعيني أحكي بالبرلمان بس بعدين فهمت إنه لا فيه هون عنصرية عنصرية جوهرية اللي بتمنع السياسيين والدبلوماسيين والصحفيين الأجانب إنه يقعدوا وجهاً لوجه مع شخص بالغ بالغ راشد عاقل فلسطيني اللي بيجبههم لازم يجيبوا الشخص اللي ما بيشكل خطر اللي ما بيشكل تهديد وأنا مفكر معادلتي لهذا الموضوع أنه أنت بالبداية تبورجيهم أنك ما تشكل تهديد وبس توصل في عقر دارهم هناك تعمل التهديد اللي بتعمله يعني وهذا هو يعني بقى أنت أنت بتفكر عن جد إحنا بنفع نقدم روايتنا كما هي للغرب أنا فكر مية بالمية أنا فكر بيظبط ما نساوا مع الرواية أبدا أنا فكر أنا بيظبط نسيخ لصق عن العربي طبعا مش قصدي إنه نكون يعني متهورين متهورين أو شي بطلنا هلأ بما أنه يعني هيك لأنه نفس العربي فيه تهور يعني هي اللغة بحد ذاتها إحنا لما بنستخدمها هي لغة المشاعر والعواطن كتير فبحث أنه لما بنحكي عن حالنا يعني بنشأ الواحد وفيه رواية بطولة طالع معه أصلا فساوا وشال وحطوا عمل ففيه جزء منها بس أنا بدي أرجع لورا شوي أظن أنت ورثناك أو أن يعني ورثناك مش ورثناك بس أنا لما بلشت أو على الإشي الإنجليزي كنت أسمع عن إشكاليات مع ناس بكتبوا مقالات مختلفة إشي بالعربي إشي بالإنجليزي فيه كلمات محورية بتمترجمتها بشكل مختلف فبعدين صار فيه مناظرات أو مزايدات بهذا الوسط الكتير صغير أنه ما بنفع يا جماعة تحكوا هون إشي وهون إشي وهون فيه استخفاف في الشاب العربي أو الشاب الفلسطيني وهناك بالآخر يعني خلص هلأ مع السوشال ميديا صار الخطاب واحد أحمد البيقاء وبطل بنفع يحكي تويتي بكذا وإشي بكذا مع زر الترانزليت أنت بأنه مرحلة بلشت تعاطي معنا من لما كان بنفع الواحد يكتب مقال بالإنجليزي وما حدا يقرأ ما نعرفش عنه أنه أنا ممكن أكتب مقال بالإنجليزي قصدي لا أنت الحكة النشطاء اللي موجودين الفلسطينيين اللي موجودين برا اللي كانوا بكتبوا مثلا مقال بالإنجليزي وبيعتمدوا على أنه ما حدا بيقرأ بالعربي يعني بكتبوا بالإنجليزي إشي وبحكوا بالعربي إشي اللي حقته هذا ما يعني ما بعرف إذا أنا كنت واعي أنه في يعني إشي أنه في أمل أنه ما حدا شرح يقرأ وبس كنت دائما وعي أنه في خطابين في خطاب بالعربي وفي خطاب بالإنجليزي وفي وفي الشرخ كتير كبير حتى لما بدنا حملة الشخص الروح كان واضح أنه مونة كان لها أسهل شوي تحكي البدهية بالمقابلات كان لها أسهل شوي ما تلاقي مجابهة من الصحفيين باللغة العربية بينما أي حدا تاني بحكي بعمل مقابلات باللغة الإنجليزية كان في أكتر حلقات اللي أنت مجبور تنط جواتها وأنا يعني كمال مرة عندي هوس بالكلمات وعندي هوس أن الواحد يحكي بشكل حرفي هذا دور من الأدوار وتاني إشي أنه أنا فكر أنه أنا مدين للشارع مدين أنه نحكي الرواية كما هي أنه أنا مدين أنه أطلع الإشي حرفيا زي ما هو طبعا كمال مرة أصلي مش يعني أتهور أنه رح أقول خيبر خيبر يا يهود في نص منهات لأنه هاي ما إلهاش يعني أصلا تبعيات إيجابية ولا هون ولا هناك بس أصلي أنه يعني الرواية تكون زي ما هي يعني إذا إحنا إذا إحنا عنا ثقافة شهيد معينة ليش نخبيها بالإنجليزي؟ إذا إحنا عنا نظرة معينة على المقاومة المسلحة ليش نغيرها بالإنجليزي؟ هذا بس بضعفنا والإشي نقدر نتعلمه من أولاد عامنا أنه الهسبرا الشرح الشرح بيحلل كل شيء أنه إذا شرحت الإشي انتهى لما في 2014 قصفوا أربع أولاد صغار على الشطم من شواطئ غزة وقتلوهم هم بلعبوا كل القدم طلعوا ببيانات وأبصرشوا ومش تخبوا وراء أصباحهم طلعوا ببيانات شرحوا ليش عملوا هيك وبالصدق وفجأة صار الإشي يعني خلص مقبوله شرعي لأنه شرحوا هذا إشي نحن نفكر نستفيد منه يعني تانيا كمان أنه تعني شوي نبعد شوي عن اللغة نفسها عن طريقة الحكي طريقة الحكي بتفرق أنا بعرف أنه كنت رح تجيب للمعادات السلامية كمان شوي فرح أوفر بس طريقة الحكي بتفرق يعني أنت إذا يتم مسألتك عن حدا عمل فاعل مقاوم وأنت صرت تتخبط وتتخبط ومش عارف تدافع عنه ببين كأنه أنت مدنب أو أنت حتى بالسيكولوجيا تبعتك بتفكر أنه هذا الإشي غلط ومش لازم يصير بينما إذا أنت كنت متبجح ورافع راسك ومش فارقة معك وهيك يعني خاوة هذا بالسيكي تبعت المشاهد على التلفزيون ببين أن أنت معك الحق لأنه أنت عملك بتوجه المكالمة أنت عملك بتوجه المحادثة أنت عملك بتحط شروط الاستجواب وهذا بالنسبة لمشاهد ما إلو أي معلومات ضمنية عن فلسطين أو عن الصهانية أو عن إشي فقط من هذا البروفورمنس فقط من هذا التمثيل اللي ببينك أنت في خانة القوة هذا بساعدك أنا أفكر إذا بدأ أدخل بثنائية الرواية والبروبوغاندا مع بعض وبدأ أدخل بثنائية الطفل المستوطن اللي بدربوه على سلاح أو بيحمل السلاح بمخيمات ومن عنا إحنا اللي هو كمان الأطفال أو الفتيان اللي بيطلعوا في مخيمات عسكرية بغزة بطلع الاتنين بتم تقديمهم إحنا إذا طلعت صورة بنتبهدل عليها بالعالم لفترات طويلة بس بنكون شايفين كمان صور مقابلة حتى ما بنستحضرها يعني ما بنستخدمها هون أنت كيف تتعاطى مع الثنائية هاي؟ يعني أول إشي الواضح أنه يعني مش بس يحق لليهودي ما لا يحق لغيره بس واضح أنه الفلسطيني في المخيل الغربية خصوصاً الأمريكية هو مش إنسان فلا يحق له الأشياء الإنسانية مثل الدفاع عن النفس أو الصياق الخاص أنه أنت في مخيم عندك صياق خاص تحت احتلال اللي هو بيدفعك توصل لهاي المراحل هذه الأشياء إحنا محرومين منها كالفلسطينيين بس حتى إنساك من من ثنائية الشي اسمه الولاد والإسلاح تعالي نحكي على إشيء أكتر أبسط بس تصير عملية مقاومة إحنا منوزع خلو مبارح لما الجنب قتل زقفوا وضحكوا أنا الصراحة أنا الموضوع هذا بنرفزني جداً 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 لأنه إحنا منقول يعني إحنا بس يصير هيك منصير نقول يعني شوفوا المستوطنين بزقفوا أبصر شو طب ما إحنا منزقف وإحنا أعداء إحنا أعداء إحنا منكره بعض إحنا في حالة حرب فأنا كتير بدايق لما مثلاً حدا يطلع يبرر إنه لا مش الكل بوزع حلو لا مش الكل بفرح بس يموت إسرائيلي بغض النظر إذا الكل ولا مش الكل يعني هذا مش مش النقطة مش النقطة اللي ننطلق منها الفكرة إنه إحنا أعداء ومنكره بعض ومش إنه يشوفوا شو بحكوا عننا وشوف شو نحكوا عننا الفرق هو بالفعل الفرق إنه هم عندهم جهاز ضخم عندهم دولة نووية ومؤسسات عندهم سياسات عندهم قوانين عنصرية بينما إحنا اللي عندنا هو مشاعرنا وعندنا أحياناً أسلحة يعني بدائية فهذا الفرق بس لما إحنا نعصب على بنكفير لما بنكفير قال الحقيقة هذا شو بيقول يعني بنكفير لما قال له سلخام محمد وقال له أنا عندي حقوق أكتر منك بنكفير فقط قال الواقع كما هو وأنا بنصدم إنه اللغة هل قد بتعمل يعني كركبة في كل العالم إنه إنه الكل صريحك إنه طباً لبنكفير كيف بيحكي هيك والستيت ديبارتمنت بس محمد هذا جزء من البربغاندا اللي أنت بتحكي عنها كمان يعني كمان الناس بالفطرة عم تنشئ بربغاندا أنا مسفاهم عنك أنا بربغاندا يعني الناس فعلياً أنت اللي بقضية الحلوة لما بيجوا بيستغلوا مثلاً شوفوا شوفوا مني كفير شو حكى ولما بيجوا بيمسكوا من مكان تاني فعلياً إنه قضية إنه طلعوا المستوطنين قاعدين بضحكوا علينا وكذا فإنت مندهش أو معصب من الناس اللي بتيجي بتقول طلعوا المستوطنين كيف عم بصير هلأ بفهمك إذا بتيجي بتقول إنه إحنا مش لازم ننجرح أو المشهد عاطفياً مش لازم يهزنا بس إذا بتقولنا كمان مش لازم نقدمه ما هذا كمان؟ لا منقدر نقدمه بس أنا أفكر أنه استراتيجية طويلة المدى هي مش استراتيجية يعتمد عليها لأنه بن كفير هو حالة شادة طلع من مؤسسة هلقدة بتتعامل باللغة بمتانة نتنياهو مجرم إذا بتنقض ضم لكنه متحدث يتعامل مع اللغة بمتانة أو هاي المتانة اللي بتتعامل فيها نتنياهو هي الحالة العامة في كل الكابنت الإسرائيلية فإحنا لما نتعامل مع بن كفير بقصه يعني بقصه خبر بن كفير وبنتهي القصة فإحنا تركيزنا مش لازم يكون على على زلات لسانهم لكن لازم يكون على السياسات تبعتهم على الأفعال تبعتهم وهذا أيضا اللي بيساعدنا نطلع من 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 معضلة المعادات السامية صح؟ لأنه هي أصلا معضلة المعادات السامية هي بتركز على اللغة بيجي بقول لك أنه أنت أخذوا بيتك اليهود وهم حملين عالم يهودي وبدهم يحولوا دولتهم فوق ما هي يهودي بدهم يعملوها يهودية أكتر وبيحكوا عن حالهم يهود وبقول لك باسم باسم اليهودية إحنا بنعمل فيكم هيك وأبصر شو وهم سهاينة وفي نجمة داود وما إلى ذلك وكل هذه الأمور وإنت بيتك أخذوا المستوطنين وإنت ستك بالمستشفى بس تعال قبل ما نحكي عن كل هذه الأمور تعال أسألك أنت شو بتحس بقلبك عن اليهود طيب بغض النظر أنا ما عندي أنا ما بكره أنا ما بكره حد يعني بس بغض النظر أنا شو موجود جوا داخل قلبي هذا شو بدي أثر يعني أنا قلبي مش كناسة ما بسن قوانين مشاعري أنا إن كانت كراهية أو حقد أو حتى يعني فنتازية باطشة بالنهاية ما رح تعمل إشي اللي رح يأثر على شعب بكامله بينما هم بيستعمل اللغة وكلمات وردية ومصطلحات جميلة ولطيفة ورحيمة حتى أحيانا لكن سياساتهم تقتل الألاف وبتهجر مئات الألاف وهون إحنا لازم نكون شوي حاضرين أكتر بالتعامل مع هاي المواضيع يعني طب معادات السمي إذا بدي أخدها إنت كيف تحمي حالك من أنه ما ما يصرش عليك شيء هو صار أردي عليك طبعا تقرير وارتصد لك كم إيشي وأبصر إيش وهيك بس أنت يعني مش عارفك طلعت منها مثل الشارع من العجينة يعني هيك في الوقت اللي فيه ناس بتكون حلقة أخيرة ما هو هون فيه خطر شوي إنه بديش أبين حالي إنه أنا يعني أذكى من الناس التانية أبدا يعني أكيد الاعتبار الأول إنه أنا فيش عندي أي سسمعوا لا أنا بس خليه نسمح لي شوي فيه فارق عمر اللي إحنا بألفين وثماني لما كنا بالجامعات مثلا ما كناش نفكر يوم من الأيام إنه الفيسبوك تابعنا أو تويتر ممكن يكون يعني هاي المنصة العامة اللي حدا ييجي يحاكمني عليها ويتعاطى معي كانت الناس بتكتب مشاعر يعني هيك وبروفايلات كتير خاصة 2011 صارت عامة إنتي كل هذه المصار كنت براه فانعفيت من هذه المرحلة اللي الناس بتتدجدج فيها يعني وظن حتى على مستوى شريحة عمرية أغلب الناس اللي مثلا حسام سالم 2008 محمد الشامي مصور في مصر كمان 2008-2009 شادة حماد كمان شيء كتير قديم ففيه فترة زمنية اللي حتى إحنا كنا نتعاطى مع السوشال ميديا بشكل مغير تماما أنت كنت خارجها يعني حصن حظك أنك كنت خارجها لا فيه فيه إلي يعني شوية أنا من 2010-2011 فيه إلي أكمن شغلة يعني بديش أفتح بوابها لا فيه أكمن شغلة موجودة في عندهم مواقع فيها كناري مشان وأقصر شو فيه أكمن شغلة مكتوبة يعني وتمام أولا أنا أفكر الفرق عندي أنه أنا مش محكومة مؤسسة معينة هذا الفرق وأنا بفكر الغضب لما يصير لما شادة حماد تنسحب منها جائزة الغضب مش بس على الصهاينة اللي هما بيشتغلوا شغلهم وبشتغلوا شغلهم بشكل رائع ويرتفع لهم القبعة الغضب على المؤسسات اللي بتسحب منها الجائزة الغضب على المؤسسات اللي بتتصرف بخوف اللي فيش عندها يعني ولا كلمة ولا أي قدرة أنه تشوف الموضوع أنا الغضب على هاي المؤسسات غضب على ميدل إيست آي أنه يطلعوا مقالة يعني يبرقوا حالهم من كلام شادة هون الغضب أنا بفكر المستوطنين والصهايني وهي المؤسسات الإعلامية الضخمة الممولة بمئات الملايين بتشتغل شغلها بشكل رائع وأنا يريدت عندي ربع الميزانية عشان أعمل أصخم بس أنا مفكر كمان إحنا تعاملنا بالضبط لما أنت كمؤسسة إعلامية تتخبّي وتتدردكي وتتضعدع وبطلع عارفة شو تعملي بتحط حالك في خانة الذنب فأنا برفض يعني أنا لحد الثاني هاي لحد 2023 ولا مرة بحياتي تقدر تفحص ولا مرة بحياتي حكيت كلمة أنتي سيمتزم إلا جديد يعني بدت أحكيها كان كنت دائما ولا حتى أعبر الموضوع طبعا أنا عندي إيمان أنه مش بس في أنتي سيمتزم معادات سيمية في العالم في أيضا معادات إسلام بشكل أكبر في كل المعادات إيش ما بدك موجود معادات بس أنا ما بدي يعني أحول حوار اللي هو بالأصل عن تهجير في القدس أصير على حوار أنه أنا شو مشاعري تجاه شريحة معينة من الناس وتانيا تانيا الحوارات الداخلية مثلا في دانيشن في مجلة دانيشن الحوار الداخلي لما وصلهم أول ما أول ما وظفوني يعني أول ما تعاقدوا معي أنه أكتب لهم مقالة بالشهر مرة عشان أصير مراسل فلسطين وصلهم آلاف الرسائل من مؤسسات صهيونية من أشخاص صهاينة آلاف الرسائل والحد اليوم بوصلهم عشرات الرسائل بشكل شهري يطلب منهم يطردوني يطلب منهم يعني يكون عندهم رد معين يعني والمحادثات الداخلية بيني وبينهم كانت أنه حتى لو أنا حكيت هيك أنا بيطلع لي لأنه أنا عايش تحت حكمهم ومشاعري وكلامي المؤذي لا يقارن بالأسلحة ولا يقارن بالدبابات ولا يقارن بالحصار ففيه أنا أفكر فيه عند الصهاينة إشي اللي هو بجاحة معينة اللي أنا أفكر إحنا ممكن نستفيد منها شوي إذا وظفناها عنا فكرة أنه أنت شو جاي تحكي معي أنت شو جاي تحسبني مين حطك هون رئيس مين حطك هون قاضي هذا الإشي بساعدك كمان مرة من ناحية علم يعني أنا مش ملم بالموضوع بس من ناحية علم تصرف وصيكولوجيا وهيك كيف أنت ردت فعلك الجسدية ردت فعلك الجسدية ردت فعلك جسدك حركات عينيك لغة جسدك كل هاي بتفرق بكيف أنت بتلقاك المشاهد فإذا أنت تم اتهامك بمعادات السامية وأنت تمسخرت على هذا الاتهام في عقل المشاهد هذا الاتهام ينكمش بينما أنت إذا تهموك بهذا الاتهام وأنت مرة واحدة لقيت حالك محشور في زاوية وعمالك بتغرأ وبتدافع عن حالك بتقول لا أنا أو كنت صغير أو لا أنا مش هيك ولأ وأبصر شو هذا يعني أوتوماتيكيا بحطك للأسف في خانة الذنب ففيه هون إيش يعني أنا بفكر بنقدر نستفيد منه يعني أنا كنت في أبل يومين كان في تاون هول بنيويورك على في قانون جديد بحاول بحاول حدا يسنه مجموعة مؤسسات فلسطينية بالإضافة لعضو مجلس بنيويورك بحاولوا يسنوه اسمه وفي النقب وفيما إلا ذلك وعندها ستاتوس إنه هي مؤسسات خيرية فما بتدفع درائب ففعليا ولاية نيويورك كل سنة كأنها بتدفع ستين مليون دولار لهاي المستوطنات منها مستوطنة رجافيم اللي أسسها سموتريتش ومنها مؤسسات إزرائيل لاندفوند اللي أسسها إيريا كينج اللي هو اليوم المحافظة بلدية القدس هذول المؤسسات بلد بدون هذا لو هذا القانون يتم سنو أنا بشك يعني بس لو ينجح هذا القانون ويبطلوا هذول المؤسسات خيرية هاي المؤسسات كلها بتفشل على الأرض بفلسطين تفشل تنتهي هلأ بتفكر أنت لما يكون في هكذا رح يكونوا تحكي عن هاي المؤسسات رح يكونوا تحكي عن تبعيات القانون عن إمكانيات نجاحة القانون لكن لا معظم الحديث كان من الجمهور عن أنه كيف ممكن نقنع الناس أنه هذا القانون مش معادلة السامية يمكن إذا ما عدناش ننهوس بالموضوع هذا خطوة أولى يعني يمكن شرقك أنه ما تفتحيش المحادثة بالاحتمال أنه هو معادلة السامية وفيش حدا أصلا تطرق للموضوع لسه ففيه هاي هاي مشكلة كتير عاوية صار عندنا قصدق صار إشي وقائي أصلا أو الناس صار عنده رقابة ذاتية مبالغ فيها قمع ذاتي هذا مش رقابة ذاتية ويعني إشي بس محمد عن جد الإشي بخوف أنا بحكي لك الإشي بخوف يعني أنا عن جد بخاف يعني أول شيء من عدم ثقتي بتعطيه مع اللغة بعدم ثقتي أو معرفتي بكيف الماكنة بتتطور أو البروبغاندا تبعتهم تتطور وعندي واضح لأنه اللي بوقع ما هذا بسمي عليه فلما صار عندي قصة محمد بكيف أنت تصرفت هلا جزء من الإجابة اللي أنت عم بتكليها أنك أنت مش محكوم من المؤسسة اللي سلمتك على سبيل المثال تطلع بيان اعتذار ويحرمك فعليا من أنك تشتغل بمؤسسات تاني أو أنه مثلا مؤسسة أنت بتشغل فيها تقر بأنك أنت فعلا عملت غلط والمؤسسة لا تتحمل المسؤولية الغلط طبعك فأنت معافي من هذا بس كمان بنفس الوقت بظن في ثقة بالتعاطي ثقة جاي معك من تاريخ قصير من التعاطي مع هاي المؤسسات التعاطي مع البروبغاندا الإسرائيلية والفلسطينية وبظن في إشي كمان اللي هو جزء من الحوار اللي صار سابقا أنه أنت حتى أغلب مقابلاتك اللي بتحكيها بهذا الحكي بالإنجليزي يعني الناس اللي بتعرف بتعرف تتصرف مع معادات السامية بتطلع تحكي بالإنجليزي عامة مش عم تحكوا معنا بالعربي فبصير فعليا إحنا بنقعد نوقع بأنه آه شو معادات سامية شو معادات سامية انت بتعرف اليوم بصير النقاش على جروب واتساب يعني فيه رقابة وقمع ذاتي أنه جماعة جروبات الشغل شو المزح أنه أنا ما بعرف كيف بدي آجي أتخلص من ثقافة شعبية موجودة هي مش معادرة السامية هي ما بعرف كيف تم توظيف كل نكاتنا وكل ثقافاتنا وكل أشياءاتنا فعليا لتصير بمكان تاني تماما يعني أنا ما بفكر أنه أنا أوليش ما بفكر أن مسؤوليتنا وإحنا مجبورين نتعلم خمسة عشر ألف صورة نماطية وإشي بموسيق يعني اللي اخترعوه أصلا أوروبيين بيد ضد اليهود أنا ما نخصني فيه ما العلاقة فيه ما نخصني مش رح أتعلم ومش فرق علي وأنا ما بفكر أنه أصلا لازم نتحدى للثقافة الشعبية الموجودة عندنا وأصلا إلنا الحق نحكي لبدنا إياه كيف ما بدنا ونحقد عمين ما بدنا ونتمسخر عمين ما بدنا أنا أفكر المحل اللازم نوصل له أنه يصير هذا هو الكنسنسس أنه أنت كفلسطيني كفلسطيني ما بزبط حدا يتهمك بهذا الإشي لأنه أنت أمحكوم من اليهود ما بزبط حدا يتهمك أنه أنت مهم محكوم باليهود ما إحنا على عداوة بغض النظر ما إحنا محكمين صحنا من فرق بين اليهود والصهاينة وفي هذا التفريق اللي منعرفه وما إلى ذلك بس بالنهاية إحنا محكمين من يهود ستة العمرها ألف سنة مش رح تقولك صهاينة ويهود مش رح أن أجي أقولها تيتا يعني شرقك تغيري النبرة يعني وهذا الفكرة أنه أنا بفكر لازم ننقل الثقل من شخصنا إحنا من إحنا كمسؤوليتنا الفردية ونحطه على المؤسسات أنه لا أنت كمؤسس إما أنت كمؤسسات مش مقبول تنصاعوا لهذه الضغوطات أنتو مش مقبول تشرعين وهذا الإشي اللي بيجي بحاسب فيه صبية كبرت تحت الحصار بغزة أو صبية بالجامعة بأميركا اللي أهلها تهجروا من أبصر أنيقرية تيجوا تحسبوها على الحقد اللي بقلبها اللي أنتو بتتوقع أنه بقلبها فقط من خلال كلام هذا بفكر المنطرق الأول وبعدين يعني في المرات أنا أراهن أنا مش كتير نستعرف بس في المرات اللي صار في عليها أشياء أنا علي أشياء لمعادات السامية أو انحرمت من فرص معينة أو بصر شو أنا ولا مرة بردفعيل ولا مرة بحكي لحدا ولا مرة ببصر شو لأنه كمان الفلسفة هنا أنه أنت يعني هما بيعملوا هيك على أساس أنه هما يأخذوا منك نصر أو انتصار فأنا مستحيل يعني أرجيكم أنه أنت انتصارتوا علي بشكل أو باخر يعني صح أنه أنا إذا خسرت فرصة معينة اللي كانت ممكن تساعدني أنا هون صرت في خانة ضحية لكن بالرغم من هاي الحقيقة أنه أنا صرت ضحية لأنظمتكم التبعات البروباجاندا بالإضافة أنه أنا ضحية هذا بيعني أنه أنت انتصارتوا فأنا مستحيل أعترف بهذا الإشيء حتى لو ممكن يعني يكون في عدالة أو مثلا يعني لو قلت أنه هدول استهدفوني بطريقة غير شرعية وأنا مظلوم هون ويكون ممكن عدالة بعد أكمن شهر بس أنا فكرة أنه أعترف أنه هم انتصروا هذا الإشيء مستحيل يعني بهذا الإشيء تماما لأنه هذا الإشيء هم مطبقين وخناق علينا فيه يعني تتخيلوا إذا أنتوا يعني إذا أنتوا باللغة العربية إذا إحنا بنخاف باللغة العربية كمان باللغة الإنجليزية الناس مرتعبين وفكر يعني خلص أنه أجل وقت أنه نتمرد على هذا الرعب يعني لأنه لأنه إذا إذا ضلينا هيك هاي معركة خاسرة وكمان كمان فيه إش أنت الحكيته أنا فكر أهم إش بحكيته يعني أنه صح البوقع ما أحد بسمي عليه إحنا فيش عنا بنية تحتية اللي تيجي تهب لما موظف فلسطيني صحفي فلسطيني في صحيفة عالمية يتم اتهام باطلا بمعادات السامية وين طبعا إحنا كمان مرة مواردنا محدودة إحنا مجرمين من قبل الاحتلال إحنا مطاردين إحنا تحت احتلال كل هاي الأشياء أنا كل هذا السياق أنا فاهمة وعيلة وأكيد الناس اللي عم تسمعنا فهمين وعيين ولكن بالنهاية في مرحلة من المراحل اللي إحنا لازم نكون جاهزين أنه ما تكون الشردة فعل أنه نحن جاهزين أنه في توقع دائما أي فلسطيني متهم هذا هو الإشي يعني كانت كان في بالزمنات وزارة إسرائيلية اسمها إسرائيلية منسري العلاقات الإسراتيجية هلأ هي بطلات موجودة وكانت سياستهم أنه أنتوا بتستهدفوا الرسول ما بتستهدفوا الرسالة الرسالة صعب استهدافها صعب شيطنتها فأنتوا بتستهدفوا الرسول كان هذا الإشي بدأ مع البي دي أس أنه صعب تقول صعب تستهدف البي دي أس تشيطن البي دي أس أنه يعني أنه إيش بدكش الناس تشتري وأبصر شو تعالي نلاقي أشياء اجتماعية نعمل استهداف اغتيالات اجتماعية للأشخاص اللي لما الشخص لما أنا أصير بعين المشاهد عنصري وشرير ومعادلة السلامية فأكيد أنا رسالتي باطلة فلما أنا أركز فقط على الرسالة فقط على الرسالة وأبداً ما أجيب أي إشي شخصي أبداً ما يعني حدي يسيب علي حدا يتهمني بمعادات السلامية بمعادات أبصرمين مش فارقة أنا ولا مرة أخذ دفاع ولا مرة أنكر ولا مرة أدافع ولا أبصرش أنا عندي خط واضح اللي هو أنا في عندي قضية معينة لازم أركز فيها أنا أفكر هذا الإشي ناجح بس كمان مرة في عندي طرف اللي مش موجود عند غيري أولاً أنه أنا مش محكوم أو يعني أنه حتى يعني بمؤسسة أو بماندوايس وهيك يعني أنا كمان مرة في بجاحة معينة اللي أنا بتعامل معها اللي أنا فكر حمتني شوي تانياً أنه في أنا أريدي عندي منصة إعلامية شخصية اللي مثلاً إذا أنا اليوم بدأطلع مقالة على مسافر يطة وبنفس اليوم تلعت مقالة على مؤسسة صهيونية عنديش أنا أنا عنديش أنا حيوان كلب عادي مقالتي ما هي بتطمرهم يعني بتطمر كل مشاهداتهم لأنه أنا يعني عندي مساحة أكبر أوكي بنقاش الحق في المقاومة هذا دايماً بشوفك أنت فيه كمان يعني متصدر فيه إحنا وصلنا لمحل اليوم منخبص ورسلاح من يعني بالثقافة الشعبية العامة على مستوى الناشطين والإعلام الناس بتفضل أكتر صورة الشهيد من غير من غير سلاح أو أو ما بدي أحكي مرة تانية كمان واعي أنا مش عم بحكي على صورة الضحية صار فيه وعي بس صار فيه إشي اللي بعد ما انتقلنا من مرحلة الضحية للفلسطين المقاتل نتيجة القمع المكثف صار فيه قمع ذاتي موجود أنه أنت احترنا كيف اليوم يعني نقدم المقاومة هو بطل فيه مقاومة شعبية مقاومة سلمية اللي أنت تقدمها وتحكي أنه يعني هذا هذا نموذج أنت تقدمه وتصدره وفي عندك النقاش اللي دائماً بطلع بكل حرب اللي هو بفجر كل هذه النقاشات أنا بس أحكي لك أنه كتير لفتني وقت قضايا جنين وقت جنين أنه فيه جرأة أنه يعني أنه أنت طالع مش فكرة أنه إحنا بنكون شباب جنين عم بيقاومه أو عم بدافعوا عن المخيم أو بدافعوا عن حالهم بس فيه منطق تبع أنه مقاتلية الحرية بتذكر هيك أنه لاجئين تهجروا من بيوتهم لجأوا لمخيم القوات الإسرائيلية عم تدخل على المخيم اليوم وهم تسلحوا عشان يحافظوا يحمل مخيم تبعهم وسميتهم مقاتلية حرية فوقتها هيك أنا وأصدقاء صافنين أنه يعني هذا الزرم إيش كبساوي يعني بعرف أنه ممكن هلأ إذا بتيجي تفككها بالشكل اللي أنت بتحكيه أنا وأنا بسمع حالي بلك لا فيه إشي منطق مختلف أنه فيه قمع ذات اليوم أكبر خلاني أشوف حتى أنبهر باللي عمله محمد برغم اللي حكاه هو كتير عادي بس وسط القمع الكبير هاد آه وسط القمع الكتير كبير اللي موجود بصير أنت تقول شوي فيه معركة عم بفتحها هون بس تعني نحكي بحرب من حروب غزة كيف بيشتغلوا علينا وإحنا كيف نشتغل يعني في الأساسي أنه هم يعني بس بدفعوا عن حالهم وهم بس بدفعوا عن حالهم وهم بينعوا كل الضحايا المدنيين وما إلى ذلك بس أنا بفكر أهم حلقة في المسبحة تبعة الخطاب الإسرائيلي في حروب غزة هو سؤال بسألوا دائما كلهم على وين مكان في أي حقل يعني بسألوا What would you do أنت شو بتعمل لو أنت محلك قاعد في تل أبيب في بيتك في أمانك وفي برمو عليك ألاف الصواريخ أنت شو بتعمل ما أكدك تدفع عن حالك هذا الإشي إحنا لما طب ما أنت أنت لو أنك قاعد في بيتك في طول كلم وفاتوا عليكم الجنود والجيش وهم منطقة محتلة شو بدك تعمل شو بدك تعمل اسأل المشاهد شو بدك تعمل المشاهد دائما يدفع عن حاله فهذا الخطاب يعني أنه أنت شو بدك تعمل بساعد أنه أنت شو ممكن تعمل غير أنك تقوم غير أنك ترفع سلاح غير أنك تعمل اللي بتقدر عليه هاي أول شك تاني شكل أنا بدي أحكيه ويمكن ولا مرة حكيته أنا بدي أعترف أنه أنا محكوم بكتير شعور ذنب كتير يعني أنا هون علينا ضغوطات في ملاحقة أنا ما عندي لا جنسية إسرائيلية ولا جنسية أمريكية في دائما الخوف من اعتقال في دائما الخوف من الإبعاد ما إلى ذلك في يعني مقالات سيئة في تحريد تحريد وما إلى ذلك بس هاي الأثمان لا تقارن لما أنت تقارنها بأثمان اندفعت ناس استشهدت بالشارع فأنا بالنسبة إلي يعني بالنسبة إلي إذا أنا قاعد هون وفي ناس عمالها بتضحب حياتها بتضحب روحها بتضحب بأجسادها عشان تدفع عن بلادها وأنا بس أنا مش قادر أنا خايف أنا مش قادر حتى أوصفهم أن هم مقاومين حرية مقاتلين حرية الله يخزيني يعني شو هالتضحية الكبيرة مني إذا قلت عنهم مقاتلين يعني إذا حطيت حالي بشوية خطرة أو بشوية مأزق مع اللي بوظفني أو بشوية مأزق مع الناس اللي بتستضيفني لأنه بالنهاية يعني إذا أحلم يعني هدول هدول المقاومين البروحوا بيحمل السلاح بدائي وبحط حالهم على خط النار وما إلى ذلك إذا إحنا مش قادرين نرفع السقف عشانهم فإحنا عملنا يعني منفشل للأسف يعني إذا إحنا مش قادرين يعني إذا هم بقوموا على أرض الواقع وإحنا بس نتجاهل الموضوع مش قادرين نتعامل معاك كأنه شرعي وحق وطبيعي إحنا مش عملنا من التعاول معهم مش عملنا من سهل الأمور عليهم بالعكس عملنا من نخلنا حالنا أكتر وأكتر فأنا بحس واجبنا إحنا لناس اللي بتتمتع بترف معين كمان مرة في تحريض في إلخ 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 بس إحنا أنا بنتمتع بطرف معاك أنا بالنهاية شو بعمل أنا بكتب مقال يعني مش مش نازل بالكلاشنكوف يعني فعلى الأقل على الأقل في شوية رزق الواحد ممكن ياخده يعني نقطة نتفع يعني بفكر آه الله يديم عليك الطاقوهاي بس كمان من مكان تاني عم بشوف صرت أشوف المشهد من محل تاني إنه آه إنت بالمشهد المظلم حلو اللي عم تحكيه بس ما اعتراجع تنظيمات ولا مؤسسات ولا أي بناء تحتية اللي موجودة اللي بالسابق على سبيل المثال كان محمد الكرد إذا انفصل من المؤسسة اللي فلانية التنظيم أو الحزب أو المؤسسة بتدبره بمكان تاني أو بتأمنه بشيء فكانت فكرة إنه إنتي كيف بدك تعيش تاني يوم أو رزقك آه ما ما كانش يحضر لك اليوم الناس بس مش بس يعني إنه هي فعلا الناس وطنية وبدها تعطي وبدها تساوي وبدها تشيل بس بنفس الوقت بتقمأ حالها بوعي لأنه بدها تحافظ على اليوم على اليوم يوم تبعها يعني بهذا الشكل فاهم اللي أنت بتقوله محمد من مكان تاني شفت كل الإعلام بيجي بيصدر دائما فكرة حماس والخطاب الإسلامي خطاب الإسلاميين عنا في فلسطين ليقدم الرواية إنه هي رواية عشان يعزز فكرة أسمح لك بس هون بس بشوف بشوف أنا في دائما أنت بتطلع منها بمهارة عالية يعني إنه أوكي تمام أنت ليه بتسألني هذا السؤال لن تسأل شي تاني بس أنا بفكر إنه إحنا ربينا واخرق لنا كل آياتنا ومن كل إحنا يعني هيك ربونه وإحنا صغار ما عنا مشكلة مع اليهود يعني مشكلة مع الصهايني حتى الإسلاميين يعني بيطلعوا بكل وما عنا مشكلة مع اليهود اليهود كانوا موجودين بكل مكان والرسول عليه السلام كان عنده جار كذا 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 بس إحنا فعليا عنا مشكلة اليوم مع الصهايني اللي موجودين اليوم حتى هذه الفكرة بحد ذاتها بطلت تسعفنا يعني بطلت تسعفك أنت ضمن أصلا ربط معادات إسلامية بمعادات الصهيونية ومعادات السرئيل وكل هذا الطاحش على مستوى الخطاب الغربي بنشوف في المقابل إنه حتى حماس بمقابل صارت تغير من خطابها بأماكن يعني مثل ما بتلاكي البعض بيجوا بقولوا إنه إحنا ما منستهدف المدنيين مثلا حرب 2014 كان فيها خطاب كتير واضح تذكر فيه خطاب لأخرج مش عالكان هيك يعني بقول إنه إحنا ما منستهدف مدنيين إحنا دخلنا على مستوطني كان ممكن نضرب كذا 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 بس إحنا ضربنا وحدة عسكرية وفي من مكان تاني كمان هو وإسماعيل هاني بأكتر المكان حكوا على طبيعة الصراع إنه هو مش صراع مش صراع ديني وإحنا ما عندنا مشكلة معنية هو دي إحنا عندنا مشكلة مع الصهاني كذا كذا قديش هذه الثقافة اللي موجودة أو هذا الخطاب اللي موجود اللي هو عم بتغير واضح لي وعم باخد بعين الاعتبار عم بأثر إجابا أو سلبا أصلا وقديه هو بأساسه عم بيكون مشكلة للناس بره لأنه بحس إنه ممكن يجوا يعني النشطاء والصحفيين والمؤيدين للقضية الفلسطينية يرفع الغطاء عن عن الإسلاميين بشكل كامل عشان يعرف يتغطوا معها هذا الإشي مزبوط أو لا عيد عيد شين يرفع شو أصدق يعني يرفع الغطاء يعني بيجي بقول إنه يعني بدوش يناقشهم بدوش يناقشوا بحكوا بتجنبهم تماما أو بتجنب كل وجودهم أو بيصدر فعليا إنه هو كمان بيختلف معهم أو بيطلعوا بقول لك ما هون كمان مش كل الشعب الفلسطيني هذا وغزة مش مش خمسين في المئة من حماس وأصلا حماس ما فازتش بالانتخابات يعني لأنه فازت بالانتخابات في 2007 يعني كمان من مكان تاني بصير يصدر لأنه فتح هي اللي طلعت أنا بشوف إنه فيه كتير خطاب بيطلع وفيه كتير نقاش بيطلع ليقلل من شعبية حماس ويقلل حضور حماس وخطابها ونقاشها في الواقع اللي أنا كمان عم بشوف فيه تغيير عندهم نفسهم يعني الفكر مرأة نشوط كتير طويل بين القردة وخنزير وليوم خطاب الاستعمار أنا من نسبة لي كمان المثال الأعلى هو الجهاد الإسلامي في الخطاب الأعلامي يعني بالتعامل مع هاي الأمور في كتير زي ما قلت في كتير استراتيجيات يعني استراتيجية العظمى يعني هون السارية إنه تستعمل القانون الدولي تقول إنه الفلسطينية تحت القانون الدولي هم لهم الحق بالمقاومة فيه ناس تنين زي ما قلت بتبرقوا من حماس بقولهم مش كل الشعب الفلسطيني حمساوي هو فعلا مش كل الشعب الفلسطيني حمساوي بس طبعا هذا مش عملهم بشاركوك بمعلومات عامة هم عملهم يعني بتبرقوا من حماس من خلال هذا الحكي وعمالهم يعني أنه بيجزقوا كأنه المجتمع الفلسطيني لناس الفلسطينية جيدين وفلسطينية سيئين وطبعا هذا الاشي بيصير مش بس مع حماس بيصير مع الكل يعني أنت دائما واحد يعني أنت دائما رح توقع بين خانبين هدول الخانتان يعني يعني أنت فلسطيني جيد وأغلب الوقت رح تكون أنت فلسطيني فلسطيني سيئ هلأ أنا بالنسبة إيدي بس اسمح لي أنا بظن ما وصل لك سؤالي عم بجرب أقول كل وجود حماس كل وجود الإسلاميين وجهاد الإسلامي كمان كيف أنت ذكرتهم بسياقات غربية بسياقات الإعلام والبحث والنشاط ولكذا قديش كمان جانب من من اللي قاعد بصير هو كمان قمع ذاتي وقمع مبالغ فيه لنفي الوجود نفي شعبية نفي كتير أشياء أكيد مية بالمية معظم بغض النظر أنا شو يعني شو رأينا شو رأي أنا الشخصي مثلا بغض النظر عن كل هالأمور أكيد فيه مية بالمية قمع ذاتي وأكيد فيه يعني إذا أحنا بنتكلم من محل لستراتيجيات إعلامية إحنا بنقدر نوظف فكرة الإسلاموفوبيا أنه بنقدر نوظف أنه أنتوا رفضكم وضحتكم لحماس أو للجهاد الإسلامي هو جاي من عنصرية هو جاي من معادلة الإسلام وهذا إشي يعني هاي المحاولة إلها مخالب يعني إلها أنياب إلها بتعود يعني تثبت تمشي يعني لكن ما مستعملها ومنحاول نتبرأ من هذه التنظيمات أنا ما أعرف شو شعبية حماس اليوم لكن لا مستحيل أقدر أنه حماس غير شعبية عشان نكون صريحين مع بعض وبالنهاية يعني كل حدا إلو حق يعني إذا إحنا بدأنا نحرم شعبنا من من حق قرية المصير يعني إحنا بنكون شركاء يعني بالنهاية يعني أنا ما بدي أنت تتضامن معي لأنه أنا بني آدم برأيك منيح وعراس وهيك أنا بدي تتضامن معي لأنه قضيتي عادلة بغض النظر إذا أنا يعني حيوان ولقيم وما عندي يعني إكرام ضيف بغض النظر يعني أنا مش إذا ما أكون عايش تحت احتلال وهيك يعني مع الكل أنا بغض النظر شو دينك شو توجهك شو اللي بدك أنا بالنسبة لي المشكلة الأساسية هي الاستعمار والاحتلال بدي أرجعي شوي بس على على نقطة يعني بس عشان ما بدي أنفهم غلط على نقطة السؤال القبله أنا بدفق معك مية بالمية أنه يعني اليوم في يعني فيش بنية تحتية فيش مؤسسات فيش ظهر للناس اللي بتواجه الاتهامات هاي الموجودة بس بنهاية اليوم أنا عمالي بحكي عن الناس اللي عندها طرف معين مش يعني كمان كمان مرة الموجودين في الساحة إذا بدنا نكون صراحين الموجودين في الساحة الإعلامية الأكاديمية كمان مرة مش مش كلهم بس في شريحة كبيرة منهم اللي يعني مش راح يعني يتدوروا جوعا إذا الجامعة الفنانية زعلت منهم يعني تعني ننساش أنه في طبقة موجودة بفلسطين اللي هي ما عندها هيمنة على 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 الصين الثقافي لكن عندها وجود كبير بالصين الثقافي فهي لقمة العيش هي مشكلة حقية ومعضلة موجودة لكن بالنهاية لا تنطبق على الجميع وبينما أنا عندي ما عندي حصانة بس عندي فكرة أنه أنا مش محكم من مؤسسة ثانية في ناس ثانية هليهم عندهم شركات يعني إحنا كلنا ضحايا احتلال بس بتفاوت حلو أنك فيها أنت جيت وضحت حالك ونكفت محمد وانت سمعت أول مرة على الفوقية الأخلاقية أنه لازم نكون عنا فوقية أخلاقية في معركتنا مع الاحتلال والله بسمع منك لا يعني طول عمره طول عمره يعني أنت طول عمري بشوف هذا الإشي يعني و كمان بتصرفي وبحالي حكي حتى لأنه دائما كانت حارتنا يعني ملانة بأجانب ومتضامنين فكان دائما في هذا التمثيل للشعب بأكمله أنه أنت شوف كيف تحكي وشو بتلبس وكيف تتعامل وشو أخلاقك وشو مبادئك وما إلى ذلك وطبعا هذا إشي يعني بنرفضه تماما بس أنا بدأ أقول أنه يعني مش إشي مميز فقط بالشعب الفلسطيني يعني هون إذا بتطلع في أمريكا في كتير ناس سود أفارقة أمريكان اللي هم بيروحوا ضحايا ضحايا عنف الشرطة وبس يتم تناقل قصصهم بالإعلام بيصير بتم التركيز على قديش هم كانوا غير مؤذيين قديش كانوا وطفين قديش كانت أخلاقهم عالية قديش كانوا مستحيل يأذوا حدا مستحيل يعني قديش كانوا يعطوا الكفة التانية وهذا الاستراتيجية اللي احنا بنستعملها دائما وإذا بتلاحظ هاي الاستراتيجية مش موجودة في معادلة زي معادلة روسيا وأوكرانيا معادلة زي معادلة روسيا وأوكرانيا بيض بين بعض اللي هم التنين يستمتعوا بالحقوق الإنسانية الكاملة أو بالصقف بالفضاء الإنساني الكامل بتشوف إنه واحد أوكراني بيروح بفجر حاله تاني يوم The New York Post بنزله مقالة بقوله البطل الأوكراني الانتحاري وأنا شفتها والله هسترت إنه بس صراحة هسترت بس برضو قلت أوكي يعني بزبط كمان أدافع عن أوكي انتحاريين أوكي نكتبها بالأجندة إنه أنا فكرت بس لأ كتبولك بالخط العريض على أول صفحة إنه هذا بطل لأنه فجر حاله بين الجنود الروس فواضح لإلي إنه معركتنا مش معركة أخلاقية إنه الأخلاق هذه كلها فطفاضة وما بتفرق عليهم يعني مش كتير يعني كمان مرة نيويورك تايمز قبل سنة عملت مقابلة مع خبير نفسي أوكراني وهو واحد من النصائح للشعب الأوكراني إنه أنتوا لازم تفرغوا الغضب والكراهية والحق تبعكم ضد كل الروس وعادي بالعكس كتير صحي إنه تكرهوا كل الروس فهذا عالم بفهم هاي الأمور وحرمنا منها بفهم كل هاي الأمور الطبيعية وحرمنا منها وعلى الصراحة مش عارف كيف وصلت هون أنت بتعرف في أوكرانيا في صدمتي كانت بالاحتفاء بالشباب اللي بتم تجنيدهم في شركات اليوم موجودة اللي هي شركات استشارات بندفع لها مبالغ عشان تفكر كيف بدها تجيب الشباب الأوكران من بره ترجعهم عشان يخدوا مصاري كتير ويقاتلوا وبعدين يتم تقديمهم كأبطال هلا أنا بتطلع شي في بزنس هيك شكله في بزنس هيك شكله من محال وفي اشي تاني كمان انه في احتفاء بالأبطال هدول اللي برجعوا من بلدهم فداء للوطن وكزا لانه طبعا يعني ما لكوش فرص بره بس وش عاكل برجع على معركة مثل وكمان اي فعل بيعملوه بتم تقديمه على يعني على انه ستوري نجاح طلع بره شاف الغربة وشاف المنفى وهيك ورجع قرر يدافع عن بلده بالشكل هاد بس بس بالسياق الفلسطين مش هاد الفوقين الاخلاقين لانه مجرب احكيها اللي هو بحس انه طول الوقت مطالبين بقضية انه حتى مثلا الاحتفاء من طرفنا احنا بقضية انه فلان لفلان يكان ماشي بشارع المستوطنين في مناطق السبع وستين بكل هاد الحكي هاد لا واطلق السيارة ولكنه ما اطلق النار على الطفل انا بحس انه ممتاز المشهد اللي صار كله ولكن حالة المطالبة او تعميم المشاهد هاد على انه انا مطالب طول الوقت باعتمادي كأنه انا اللي عندي الفوقية الاخلاقية في المعركة هاي بحس في اشي صورنا نحطه على حالنا كمان من مكان احنا ما عنا قدر على الاتزام فيه يعني اذا الاخلاق هي اللي بدي احقاتل فيها يعني شوية مش رح تتقاطع يعني لك قدام كتير بالسياقات بس انا صورت بسمع عنها اكتر مع معادات السامية يعني هي شو اسمه يعني هي فيها اشي ناجح من ناحية البروباغاندا يعني كمان قبل فترة لان كان في عملية بحوارة وسألهم اذا انتم مستوطنين سألهم مستوطنين وطخم وهذا يعني انه اتأكد يعني انهم مستوطنين مش مدنيين او اجالب او ما الى ذلك انا بفكر انه كمان انا كمان بتفكر انه انا برفض هذا الاشي يعني ما بفكر انه احنا يعني فوق الاحتلال كمان بدنا نكون يعني نمشي العجيل من اللي خبطوش انا يعني مستحيل اذا احنا بدنا نحارب وازا تكون اخلاقنا عالية بدنا نحارب بالاخلاق وبدنا بدنا نلعب اللعب كلها بدمن حدود القوانين رح نخسر لانه مش احنا المنسين القوانين ومش احنا منصيغ الاخلاق الخلق اليوم بالضرورة هو اشي اوروبي يعني ايش الاشي اللي بيخلي اشي يصير خلق او اشي نور من الطبع هو اشي اوروبي اللي هي بتسنه مؤسسات حقوق الانسان الاوروبية وتسنه اتفاقيات عالمية صارت بالاغلب بهايمنة دول اوروبية دول عظم اوروبية اللي يعني مسول مرة بالحياة رح يكون حليفي ودائما دائما رح يتغير دائما تعريف العنف رح يتغير ودائما تعريف الاشي اللي غير اخلاقي دائما رح يتغير هاي التعريف مطاطة ويعني ارضاءها غاية لا تدرك زي القناعة محمد ارداء الناس لا القناعة مليحة 2021 كان جزء من المعركة الاعلامية اللي طلعت وانتشرت وقويت واحتفانا في الحدث اللي صار انه احنا صار في عنا اختراق على مستوى الاجانب هلا في جانب من من هبة الشيخ جراح او منقض الشيخ جراح الكمباني انه في اشي بصري طلع بشبه النكبة بشبه الرواية اللي احنا متبنيينها وحديث ففكرة النكبة مستمرة وانا اللي نكبة اللي لا تستمر لحال هالنا صارت تفعل من هذا الاشي بس اللي كان لقيلي ملفت الجمهور الغربي او الانفلونسرز الغربيين اللي اشتغلوا عليها هلا انا بعرف انه في جانب من هذا الاشي انشغل عليه او يعني صار فيه تواصلات واتصالات وضغط وفي جانب تاني صار تراكمي ممكن تحكي للمشهد هداك كيف صار يعني انا مش مش ملم بالصورة كلها الكاملة بس بالتجربة الشخصية كانت اول اكمن شهر معارك كانت معارك مع مؤسسات حتى فلسطينية امريكية يعني مش حتى مؤسسات اجنبية يعني كان فيه معارك انه خلونا نحكي تطهير عرقي خلونا نحكي تطهير عرقي يعني كان هون كانت هذا بداية المعارك انه حتى كلمة التطهير عرقي كانت مرفوضة لانه يعني احنا نقدر انه بدنا نحن نفوت بالسياق انه هذا ابادة وهذا التطهير وما الى ذلك وتعال نحكي انكم عاشتوا هون ستين سنة وابصر كيف كان فيه معارك وبعدين مرة واحدة صارت صار كل المجموعات كلها يعني واحد ورد التاني يتبرنا الخطاب الجديد وطبعا كان فيه مؤسسات تانية واشخاص تانيين من قبل عندهم هذا الخطاب وطبعا الخطاب هو مش جديد بالضرورة هو كان الجديد فيه انه كان على نطاق واسع لكن خطاب طلع عمر موجود واحنا بس عدنا تدويره بفكر عنه اشكال اشكالين هون وانا بس اول اشي انا بفكر يعني هذا صراعي كبير بخوضه مع اصدقائي بس انا بحب اشكال بس اشخص يعني اي شخص ان كان ممثل ان كان مغاني اي شخص عنده جمهور وبينتمي للشعب الفلسطيني بالضرورة شاء ام ابا وشاء الشعب الفلسطيني بذاته ام ابا رح يكون يمثل الشعب الفلسطيني اذا هو بحكي عن حالة فلسطيني اذا بجيب سيرة فلسطين للأسف انت بتحمل هذا الضرورة فمسؤوليتك عشان انت يعني مكتوب عليك هذا الاشي مسؤوليتك تتقف حالك مسؤوليتك يعني اتلاقي اجوة للاسئلة هاي اللي بحشروك فيها على التلفزيون وطبعا كمال مرة انا بفهم انه مؤسساتنا محدودة الوصول بفهم انه مش كل حدا مجبور بفهم انه مين ملحق ما الى ذلك ما الى ذلك بس انت لقيت حالك بمحل اللي انت يعني هون عملك تتحكي عن قضية اللي انت مش كتير فهم فيها مجبور شوية تقرأ مجبور شوية تتسأل الناس حواليك ايش احكي وشو ما احكيش يعني مش ازي كمال مرة مش ازي اكون يعني هل ادفاش وعطي انه احمل رفهم انه كتير فنانين بفكرة انه هاي مش مسؤوليتهم وهي يعني هي من محل عدل وعدالة اه مش مسؤوليتهم لكن للأسف هذا هو يعني احنا فيش عنا سلطة رائعة يعني اللي بتمثلنا في المحافل الدولية يعني اذا عنا حكيلي عنها بس للأسف احنا مش فهم بس كيف يعني مش مسؤوليتهم يعني 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 انت عم تحكي على واحد طلع فنان وحكى ورسام فنان وحكى ومشلو ما نصرف وحكى انت عم بتكله بس اقرأ منيح قبل ما تحكي اه شو مش مسؤوليتهم بعالش مهمة بيزعل وخلينا نصيرهم شوي انا قصدي يعني انه انه واحد فنان واحد فنان بده بده يغني يعني مش مش طايق يقعد يحكي لك عن مجازر وابصر شو انا بفهم وطيب انك تغني بس انت للأسف انت ان ولدت في معادلة اللي فيش لهذا الشعب فيش له تمثيل سياسي كبير للأسف وانت ممكن تساهم انه انت تساعد يعني فليش لا يعني شي يعني كثير بسيط وانا فكر انا الصراحة انا فكر انهي مسؤولية يعني مية بالمية بس تعرف هذا الرأي مش كثير مرحف فيه لانه بدك تعطي الناس فرية التعبير وبدناش برضو احنا نقول للناس انه انتوا يعني بالنهاية فقط ادوات للدولة الفلسطينية المستقبلية نا هم الكلياتنا احنا ادوات يعني لفلسطين القضية الفلسطينية شأنها ما بينها يعني انا بحس انه بهبت الشيخ جراح يعني فيه معادلة صارت فلسطينية كتير لطيفة عظيمة لأول مرة بصير فيه امكانية بشكل واضح انه تعال ادخل ايد الشيخ جراح ايد فلسطين واربح بالعادي بتعرف في القضية الفلسطينية قضية غير ربحاني بيخسر الناس وبروحه فانا شعرت بسعادة انه ممتاز حتى الناس اللي بالنسبة لها علاقتها مع فلسطين علاقة مصلحية ممتاز تعالوا وتكسبوا لاحقا صار فيه النقاش اللي انا بحس فيه جانب منه السيء على الاطلاق الاسوأ على الاطلاق اللي هو الناس اللي بتشعر بانه احنا اللي عملنا اكس او احنا اللي سوينا محمد الكرد او احنا اللي سوينا فلاني او احنا اللي عملنا مونة او احنا اللي عملنا بلة او احنا الناس اللي هيك بلشت تتفاعل ولا حمدان ومونة حوة والناس هذي كل اياتها اللي هو اي حدا برز في هذيك المرحلة وصار فيه مسائلة طول الوقت لانه قاعد لاك صار فيه وصلني خبر عاجل بدخل عند محمد سوى اشي او ما سوى اشي عند مونة نفس الشي فهذا شكل حالة ضغط بعض الناس بكل بساطة يعني قالت انه انا ما بدي اكون هون يعني ما بدي اكون بهذا السياق وبفهمهم يعني بفهمهم لانه الافضل الديفولت مو تبعهم يكونوا انه انا خارج هذه السياقات العامة النقاشات العامة وصراحة كتير بحترم الناس منهم اللي ما حكوا عن خسارات قدموها يعني او عن اشياء خسروها او عن عقود خسروها يعني مش انه طلعوا من الاشيهات ولكن اللي بحكي لك اياه بعدين انه رأى انا بحس انه اي حدا على مصطوى فلسطين بده يحكي بده يكون قدهو شو بحكي بده يتفاعل بده يكون قدهو شو بده يتفاعل وانا لقلي بشكل واضح بطلت اقبل اصلا اي حدا عنده اي منصة وهو هويته فلسطينية الناس لحالة بتتوقع منه يتفاعل فبتلاقيه يتفاعل زيه زي المحلات واحنا صغار يعني شهيد الناس عام لاضراب بكل مكان بس الناس بتسكر محله عشان تقول لك منه جزء من هذا السياق العام الفلسطيني ما بقدر يعزل حاله عن يعني عن هذا عن السياقات العامة ابدا ومجبور يتعاطى مع قضيته بانه يعني اه هو ممثل شاء ام ابا يعني بالاخر هاي الفلسطيني سكرانين هون او الفلسطيني ابسرش بساوه هون كل واحد بختار الاشي الفعل الاخلاقي او لا اخلاقي حسب كيف مصطرته وبلش يسقطه يعني فانا بحس انه طول الوقت على مصد تفقيف وسياسي ونقشات اجتماعية ونقشات ونقشات ظهور وحضور بدك تاخد بعين الاعتبار انه هناك ناس تترصد لك لهذا الموضوع اكيد مية بالمية بس يعني انا مؤمن الواحد حياته يعني انا بس بدي اتفئ معك بس على القضية بديش اتفئ معك ايش تاني نهائيا يعني بفوق يعني انا ما انا ما بشارك يعني حياة الشخصية ابدا على الانترنت وبالنهائي كمان انا بفكر فيه فرق بين الناس اللي اختارت تكون بهذا المحل والناس اللي ما اختارت تكون بهذا المحل يعني احنا انا على الاقل انا هيك كله صار صدفة انه مرة واحد اللي اتحيق قدام الكمال انا كنت بفكر دوري بالحملة كان انه انا اكتب الخطبات اكتب البيانات هيك كنت مفكر بس كان عشان فيش حد يحكي تاني او فيش حد اراضي يحكي بالانجليزي مرة واحد لقيت حالة بهاي الرقعة وتمام انا قررت انه اكمل بالموضوع وتمام بيجي مع ضغوطات معينة بس كمان مرة لما تقيسها على الضغوطات والتضحيات الناس بتعيشها على الارض بتصير الضغوطات او الهجومات او كل هاي الاشي بتصير شوي سخيفة بالنسبة للك وبالنهاية انا مش محكوم يعني انا مش محكوم من الناس ابدا مش محكوم من حدا انا بس مهم للي اكون شو اسمه ولي لل للقضية الفلسطينية وبس بس انت بتتفك معي بالمناسبة عشان هيك ما بتشارك من حياتك الخاصة لا بتتفك معك فانت حكيتلي انا بتتفك معك على القضية بس بتتفكش معك على اشي تاني بس انا بفكر المحل هو هذا عشان بس انا ما ينفهم ما تحشرنيش انه بمحل انه بقيب الناس اخلاقيا لا او على مستوى شخصي بس انا بالنسبة للي بقول لك انه في وعي لانه اه في صور نمطي وفي مجتمعات وفي شعوب احنا قاعدين بنتعاطى معها في جانب شخصي وفي جانب عام اللي انت تتعاطى معهم محمد وينت اول مرة حسيت حالك مشهور او انك البست بالحيط يعني السادحال ايس مشهور مشهور كلمة كبيرة مشهور يعني ينبغى عرف لما حدا يحكي معي بالسائل لما حدا يحكي معي بالسارع او لما يعني لا لا بس اول مرة اواء المرات اللي انت بلشت تشعر انه اه هلأ هاصرنا هيك بعدين عم تلبس بحيطان يعني او عم بكون الاشي الصعب عليك يعني كان فيه اشياء صغيرة بل 2016 2017 بس الاكبر كان بـ 2021 يعني بأول 2021 اللي هو كان يعني انه بتحس حالك بطلت شخص وصرت موضوع بطلت بني آدم وصرت موضوع وكل حدا عنده يعني سيرة ذاتية عنك بيعرف انت اني قضايا بتنصر واني قضايا بتنصرش وبيعرف انه لون بتحب وانه نبتة بتاكلش وهيك يعني وخلص وبناء على هاي التخيلات بتصير في حكم عليك وعلى شخصيتك وعلى مين انت وانا ابدا بفكر هي ما عليك خاسر ابدا ما بدي يعني انا رح احكي للناس انا هيك وانا رأيي هيك ورأيي بالقضية الفلانية بالدولة المجاورة هيك يعني هذا لا يهم ما بهمني لانه انا انا بعرف انا بعرف دوري والاشي يعني محدود يعني انا على الاقل دوري احكي فيه عن قضية التهجير في القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام فانا مشروح اجيب اي قضايا ثانية ولا من اي دولة ثانية ولا من اي ثانية اللي شتت الانتباه يعني انا هيك هون هون انا بتعامل كسياسي سياسيين يعني سياسيين زي الحرباية يعني ما ما يعني ما برسوا عبر مارف يهربوا من المؤمن اه اه وانا هون انا هون هيك لانه بالنهاية انا بس الاشي الوحيد بدنا ندفع عليه انا وياك هو القضية الفلسطينية ايش خارج هيك يعني ما خصني هذا اولا ثانيا انا بفكر كمان هاي الشهرة مرعبة و و و و ومربكة لانه بت بتحملك مش بس بتحملك فوق فوق طاقتك بس اي حدا مشهور اي حدا مشهور اي حدا في الدنيا مشهور خصوصي اذا الستاتو عايش رح يسقط رح يوقع مية بالمية يعني هيك كان على مر التاريخ اي حدا مشهور انت بتحب بتحب اللعبة بتلعب فيها شوي بعدين السنة الجاي بتفرفط روحك منها وبتلاقي لك لعبة تانية انا بالضرورة رح افشل فشل ان كان اخلاقي او ان كان سياسي او ان كان اه على اي بالضرورة يعني رح اعمل اشي اللي انت او المشاهد الفلاني او القارئ الفلاني اللي ما رح يتفق معاه وللأسف احنا تقفتنا عند لما ما نتفق مع حدا مش من ناقشة او من انتقده احنا نصله بالناس يعني فانا متصالح مع هذا الموضوع وانا ابدا يعني ما بدي ما ما عندي صورة اللي انا بفكر انه بدي بدي احافظ عليها اه وما مش كتير يعني مش كتير متأمل يعني لانه عارف لانه عارف انه بالنهاية رح تسقط بالنهاية رح يتصير يتطلوا عليك على انه انت خيبت ظنهم بشكل او باخر واحتمال انت بتكون فعلا خيبت ظنهم اذا وقعت اتفاقية زي اوسلو واحيانا انت خيبت ظنهم انك بتحب الشرملوخية يعني فهذه بالنسبة الي معركة ما ما عندي فكرة على مستوى اليوم يوم وانت ماشي بالشارع وعلى مستوى حياة خاصة بتشعر انه هادي هادي الشهرة عم تضغطك انه اه اكيد يعني انا كمان بني ادم بالعادة خجول انا طول عمري انتوائي كمان فكتة انه انا طول عمري بناء المدارس خلتني شوي لحالي وهادي ومش كتير يعني مونا دائما هي الشخصية الاجتماعية بناتنا احنا التوأم وانا اكتر خجول فكان صعب شوي يعني باول باول الموضوع انا كنت دائما رافض فكرة التصوير وبديش اتصور شو مفكريني يعني هيفة وهبة وشوي شوي يعني بديت ابتسام لما حد يحكي معي وهيك بس انه كما امر انه هدول الناس ما بيعرفوك يعني هذا الناس الشخص اللي بيجي بيجي بيقول لي انت انت كذا 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 وانت كذا كذا ما بيعرف انه انا مثلا بيعرفش افتح المايكروويف اصخن اكل بالمايكروويف ما بيعرف كل اشياء الهبر اللي عندي التصرفات الغبية اللي عندي كل الثغرات اللي موجودة بشخصيتي واكيد انا بقدر لكل الكلام اللطيف اللي بسمعه طول اليوم بس بذات الوقت عمل عندي حالة من الهوس انه انا بحس انه دائما لازم اضرني اشتغل انه انا كبرت عندي حقد غل على هدول الشخصيات اللي دائما قدام الكاميرا اللي دائما على التلفزيون كنا نحكي عنهم انه بيجي بتصوروا بروحوا بيجي بياخد صورتهم بروحوا ودائما كنت انه ما بحب هدول الناس اللي بمثنون بالاعلام ومرة واحد صحيحة رقيت حالي انا صرت الشخص اللي اللي بيمثلنا بالاعلام او يعني واحد من الاشخاص المثنون بالاعلام وصرت انا الاشي اللي بكره فطول وقت اليوم انا طلوقات بشتخل طلوقات خايف انه اتحول لهاي الصورة اللي بيجي بس بتصوروا بروحوا اللي بيجي يعني بوقف بخيمة الاعتصام ربع ساعة وبس روحوا الاجانب هو بروح مع الاجانب انا ما ابدا ما بدي هيك وهذا الاشي بشكل الصراحة شوي ضغط يعني انه الكمية المشاريع اللي باخدها كمية الاشياء اللي بقبل اعملها عشان ما احس ان انا مخصرة وهيك بتكون ضغطة لكن بذات الوقت اكيد في امتنان وفي اشي ايجابي للفكرة انه انا عندي وصول معين اللي انا ممتنلة اله وبحب انه قدر استفيد للخير كيف هالجواب بالماسي عظيم خاصة هاي بحب اللي بقدر بحب استضيفه للخير بس كل يا ابو خير انت كيف تتعاطى مع المعجبين لما تكون في ورشة او هيك فيه شكاوى كتير على الموضوع هان حبيت انا اكتر نك نيم هيك لقب طلع عليك انه محمد ديفا انه يعني مثلا يعني بخار الناس هيك اللي هو طبع انا بكون اضحك هو هو معهم حق الناس يعني انا اصحابي بدلهم يبهدلوني انه بصير الشيك تتعامل ابصر شو انا عندي رفض كامل لكل هاي الثقافة ثقافة المشاهير وثقافة انه يعني انه يكون عندك حدا معجب انا ما بعرفتون عمري انا مستحيل يعني اروح لحد اقول له انا معجب معجب فيك ما بدك بس ايجا فعليا حدا مش انت لانه فنان ولا مشهور لانه في رمز لا اشي ايجا بده يتصور معك كيف بتكله او بتكلها ما فيش داعي تتصوري ممكن حتصور يعني كيف مين حكى لك كلمة فيش داعي مش لايلي انا لا بس انت ما حكيت لايلي بس انه مثلا اكس 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 وقفتك وحكت لك انه مرحب محمد ممكن اتصور معك تقول لها لا ما فيش داعي هلا انت رافض فكرة الهدا بس عندك مشكلة التعبير اكيد يعني عندي اكيد عندي مشكلة التعبير بس صراحة كنت مبدئيا بالبداية يعني لحد اكمن شهر هاد ما بهدلت اكمن بهدوء يعني بهدل محل زي كان عندي رافض تام لكل هاي الفكرة شو دك تتصور معي يعني شو انا شو انا مش نجوة كرامي انا مش عمر مش فناء مش رقاصة يعني شو بدك فيه بس بعدين فهمت انه الناس بالعكس عندها نواية طيبة بالعكس انه الناس يمكن انا بحسش انه الشغل اللي بعمل اهله فايدة ومرات كتير اصلا انا بتسال اذا اهله فايدة اصلا كل هذا الحكي ما علم مش ترابي يعني بس اكيد الناس مرات يعني بتحس بتشعر بإلهام وانا الجديد يعني اخر اكمان شهر تعلمت انه انا ما بصير الغي هذا الالهام بغض النظر يعني اذا انا مقتنع فيه او لا وتعلمت عم بتعلم ابتسم يعني اقول له اه كده بصير منفع نتصور سوى ليش لا انا بتعرف بدل اشي كنجوة كرام كهيفة وحبة هلا انا بدل اشي انه بديش انه يعني هو يعني اشي بتفوز يعني بتخسر فيه انا مكنت بالبداية مكنتش بدي الناس تفكر انه انا مفكر حالي مشهور وبتصور مع الناس بعدين صار انه يه مغرور ومش شايف حدا من متر قدام فصار لا بزبطش فهو بزبطش يعني ولا مرة رح تجيب المعادلة الكاملة يعني الحل الكامل بس بالنسبة ايه للحقيقة انه انا انا ما بفكر كل هذا الاشي مجد باطل وفكر مصخرة يعني بس يلا منتصور شو فيها انت انت داك تعمل فعليا تنظم العملية اليوم المشاهير شو بسا وبعمل العرطة وبطلع من باب الوراني او بطلع خلص على مكان تاني وبينهي فهاي حالة التعاطي والاشي الاجتماعي بتجنبوها قدر الامكان بس انت عندك اشي تاني صراحة لانا كان يضحكني من وقت الشه جراح يعني من وقت الايام الاولى لما بيجي وحده بيعمل دوكيومنتري او مقابلة فبتواصلوا مع محمد انه عشان يعملوا بالاول يبدو لي كانوا يتواصلوا معك مباشرة انت زقت حالك حولتهم لحدة تاني او صارت الناس تتواصل مع حدا تاني وهنا يعني المؤسسات تقرف الصحفيين هم اللي بعمموا النك نيمس فلما عمموا ديفا محمد اوه هر بس بقى تكره يعني في منه وانا بفهم وانا بفهم انه انت طالع من ورشة او كمية الناس اللي بدها اياك المحاضرات او الورش اللي انت تكون فيها ولما رحت عبريطانيا مثلا اخر شيء كمية دعوات العشان اللي اجتك او كمية هات ففي اشي محتاج انت حدا اللي يعني ياخد الوجه السيء عنك بس بالاخر بتطلع ديفا انت وحاطت يعني حدا الله الله بسمحني يعني يوم هي الفكرة مثلا بلندن يعني انه احكي لك مثلا تخصر معين بلندن مع مؤسس من هالمؤسسات الرائعين جدا بلندن نسحت على الساعة ستة كان عندي مقابلة بعدين اكلت تزهرمت بعدين كان عندي مقابلتين واربعا بعدين رحت حكيت قدام طلاب جامعة بعدين على الساعة ستة المساء كان عندي اه اي Couldn't بشي حكينا بشي بشي محل بعدين على العشرة بالليل على العشرة بالليل كنت مدفق مع مع ناس انه يعملوا معي مقابلة وفعلاً عملوا معي المقابلة وانا طبعاًد دائماً بسأل إيش هي الأسئلة مع أنه أنت ما خلتنيش أشوف الأسئلة بسأل إيش هي الأسئلة ودائماً بسأل أشوف المقابلة قبل لم تنتشر وأنا حضرت المقابلة وكان يومها مستجهد شب وأنا ماكنتش عارف И culpable أسأopt filosып يعني حكيت الغالط وكان الإحداث الغلاط زفت يعني ماكنش عمالي بحكي إش مفيد فأنا بالنسبة إلي فатьilik عمالي بحط De bagitten تتحدث لهذون الدهناس لما بيسدوا وياخدوا أي فرطة يحكوا فيها ومش عملهم يجيبوا اشي مفيد وفوق هيك انا مش عارف اسم الشهيد لانا عمالي بحكي عنه فانا رفضت انه تنتشر المقابلة لانه يعني مش مقبول عائلي انه يعني مش مقبول عائلي انه طول وقت انا طول عمري طول سنيني بالتوجيه والجامعة انه انتقد هذول الشخصيات ومرة واحدة انا اتحول لواحد منهم هاي اول اشي تاني اشي وهذا اشي مش عن جد سارع علي بس احنا عنا بالثقافة الصحفية في فلسطين وفي عنا استهتار بمشاعره بظروف الناس اللي بتمر بشو اسمه بتمر بيعني احنا يعني احنا تهجير وشرطة وجيش وولا اشي بالمقارنة مثلا مع شهيد انه الاقتحام الاعلامي اللي بيصير هو اكيد ضروري جدا 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 بس اقتحام الاعلامي اللي بيصير مثلا لبيت شهيد والاستجواب العاطفي اللي بيصير لام الشهيد وين كان ينام وشو هي اللعبة وشو ابصر شو في اشي اللي يعني مش مؤذي بس في اشي يعني هو اكيد من محل منيح جاي يعني هم بيبنوا محتوى منيح بس في اشي جاي انه ما بياخد بعني اعتبار هدول الناس ايش عملهم بيمرؤوا وانا بس بس بدينا بالشيخ جراحو كنت يعني طول النهار اول اش انا كنت اعلم حصة انجليزي بالجامعة على زوم كنت اعلم انجليزي لو طلب سنة اولى جامعة اه على زوم وكنت طالب مجستير وكنت اشتغل بشركة صناعة افلام وكنا مقابلات من الصبح للليل ففي مرحلة معينة فرفرة الطراحة وصرت انه اه بدك تحكي لي الاسئلة بدك تسألها وبدك تقول لي انت مع مين جاي وشو الهدف من المقابلة وبدك تقول لي اي ساعة وزا ما عجبون الاسئلة ما بدك اروح وآه مش لطيف بس يعني هاي حماية ذاتية وكمان مرة منستغفر الله بيغفر لنا يعني طب وقدش لساتك عارف تدير عصابك معهم انا اللي بعرف انك انت عصب كتير انت عكس ما بتدعي فعليا ما شاء الله عليك الصلاة وعنبي زلمي هادي ورايك نعم مين خاكي انت مش فاهم انا انا عصبي الدنيا بتعصب البني ادم يعني انا عصبي مش عصبي شو بعصبناك انت كتير اشياء والله اللي استمنوا اليوم لبكرة بتخلص انا كل شيء كل شيء بستفزني صراحة كل شيء زينا عن نظوم انا بعترف وانا كمان تعرف زي مين انا زي البدل ويكسر ويتأسف وقدرني اكسر ويتأسف يعني بتتوش مع الصحافة كنت وبروح يعني صحفي عميش شفت بحياتي انه مثلا كنت مرة مفلوز ومريض يعني وبستفرغ وهايك ودق علينا صحفي كذا مرة كذا مرة وبدو يحكي معي انا وقلت له انا أسف هاي بعتلك قائمة أسماء تحكي معهم كلهم بحكوا انجليزي بالحارة قاعدين هلا بس انا مش قادر بستفرغ وضلوا يدق ولا انا صيحت فيه صوت ضليتني يعني اسبوعين اعتصر حالي ندم بعدين بعدت له رسالة بعرفوش بعرفوش حرام يعني مش انه مش انه بعرفها بعدت له رسالة طويلة عليها بس بقول له من سن الله سمحني اغفر انا آسر جدا بس اه بالأسف هذا العرق فيه يعني بعرفش عمالي بحاول اغيره شوي شوي بس اه جدا عصبي يعني نال اتغيروش اصلا احنا عشان انا ضل شايف انا قد يب بتحكم بعصابك وانت في المنصات اياها مغيرها بس انا مين حكي لك كل هاي الكواليس اول مرة بس مع هذا اللقب علي لا لا انا يعني انا انا سويت تحقيق استقصائي سابق في التقارب هو اه اشي ودود ولطيف وهيك يعني بس كمان في شيء كل مشاريع الدكتوراه شو معها انا ما 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 دكتوراه مش دكتوراه وكتابك القادم عن كتابي القادم عن عن شخ جراح اكتاب القادم يعني احكي لك شوي انا الفكرة اه كتاب بالانجليزي اه الفكرة انه هلا انا عمري صغير وانا انا بهمني انا صراحة عندي عدت نقص شوي من الادباء والكتاب وهيك وبيهمني يكون عندي قبول من قبل كتاب والادباء وما الى ذلك بس انا بعمر صغير اللي بسمحلي اكتب شوي كتاب اللي هو جميل من ناحية ادبية وميكانيكية لكن ايضا متاح بشكل كبير انه الكل يقرأ فهذا المشروع القادم انه انا عمالي بكتب كأنه مش مذكرات بس عمالي بكتب يعني شوي عن السنتين اللي مرأناهم بالشغل جراح وعلى الصياق العام وطبعا انا هذا اشي اقل اشي كنت حابب اكتبه بس بفكر انه اكتر اشي جيوب الناس ومكاتب الناس انه ايام الناس تكتب كتب تاريخ وكتب سياسة وما الى ذلك بس انا الهدف تبعي الاساسي انه اخترق الحيز العام باللغة الانجليزية من خلال هذا الكتاب فا اه يعني صعب واليوم انت يعني عادت تسألني عن عن يوم التهجير وفرفطت روحك من لاني مش عارف جاوب وانا على الصراح بالكتاب مش عارف شو اكتب لانه مش عباري اكتب عن عن الاسا والقلم بس شوية شوية تكتب عن السنتين هدول عنك انت اولنا عن السنتين انه الترويز للكتاب كأنه على فكرة يربما حد يترجم هذه المقابلة الانجليزية الترويز للكتاب كأنه يعني انه اه مذكراتي يعني عساس انه ينباع فاهم عساس انه يعني تقرؤ الناس بس هو الاكتر هو الكتاب عن الشيخ جراح عن حملة الشيخ جراح وعن كل التحديات اللي كانت وراء الكواليس موجودة بالشيخ جراح بالتركيز على الاعلام بالتركيز على العلاقة او ضحض العلاقة مع اليسار الاسرائيلي وايضا بتشعب بروح لعينات تانية زي بيتا ومسافر الحد هلا انا كتب عن بيتا ومسافر يطا وسلوان والنقب اعتقد الحد هلا بس هدول كتب بس بحب اكتب اكتب اكتر عن دوسة الزرقة حتى وعن مناطق اكتر بالداخل بالاضافة الى النقب فهو يعني كأنه الصنارة اللي بتصيط فيها القارئ هي انه اه هاي المذكرات الخاصة اللي يعني ايه حياة شخصية وهيك وتوتة ونميمة يعني اللي هو اللي هو بسياق محمد الكرد عم بوثق الصنتين هدول ايه على ذكرياته بالصنتين هدول بالضبط هيك اه عندك مشكلة الترجم لشركة النشير العربي لا الكلام لانه لانه عن بطلع كمان عندك مشكلة تطلع بالعرب ولا عندك مشكلة تطلع بالانجليز عندك مشكلة هاي الجمل تطلع بالعرب ولا بالانجليز اكتر يعني كيف ملكات وجهك فعليا انت يعني انه اه محمد انا لانه يعني سمعت اول شي محمد عم بكتب مذكراته مذكراته انه انا بدي يعني كنت اوكي بدي احسن واخله انه محمد اللي حقنا نكتب مذكرات يعني او انه زي الواحد اللي هو بيجي بتقاعد فبيبلش يكتب مذكراته بس هلأ بالمدخل التسويق اللي انت حكايت هلأ موضوع هذا كتير 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 مهم يتم يعني الاقتصاد الاقتصاد عالم الادب هلأ يعني للأسف اكتر اشي اكتر اشي ناجح هو المذكرات خصوصي بالحركات السياسية فانا عمالي بتبع نومط مثلا انجلا ديفيس واساتي شركور تبعون البلاك بانترس اللي هم كتبوا مذكراتهم بس كانت المذكرات هي مدخل للحركة التحررية وبحالة انا هي راح تكون مدخل للحراك ضد التهجير والتطهير العرقي في القدس وضد الصهيونية بشكل عام هادي هي الفكرة يعني. عزيم عزيم. وبنحكي له للناشر خلاص يعني مش مشكلة بصارحه بالموضوع. بالتوفيق. لا ما نحط له في البرومو انه يا رب هاي ما تترجم. تمام. محمد يعطيك العافية بالعادة انا بترك المايك للضيف عشان اذا 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 بدو صحح اشي ولا بدي حكي اشي ولا بدي ضيف اشي والله. فلك المايك يا عزيزي. والله يلا يملو شكرا فشان دي اشي صح. ان شوضا ما خبستش يعني بس شوضا تماما. لا لا الف 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 الف. يعطيك الف عافية وشكرا كتير. شكرا اليك يعطيك العافية. يعطيك العافية. شكرا جزيلا للكم يعطيكم الف عافية يعني مظن كان حوار طويل اه بي بي. انا لقي لي طلعت باشجع واقوى اليوم بالتعاطي بشكل اساسي مع الاعلام الغربي مع روايتنا. مع كمان نشأة محمد مهم للي كان انه اتعرف على نشأة محمد لانه دايما كان عندي اعتقاد انه هو زينا زي زي كتير شباب نشأته نشأت متل كتير ناس بس اشتغل على حاله واجتهد انه يكون في المكان اللي هو موجود في اليوم. فبلادنا مليانة ناس اه متل محمد ومليانة شغل جامد وفخرين فيهم وزي السلوغن هيك في البرنامج والنعم والنعمتين اه والنعم والنعمتين فيكم كمان اه بدي اشكركم اه مقدما على مشاركتكم اي مقترحات افكار اسئلة مقترحات مواضية مقترحات وضيوف اه تبعتوني اياها وشكرا للكم على مشاركة هذا المحتوى مع اي حدا ممكن يكون مهتم فيه. شكرا للكم ونشوفكم الاسبوع الجاي في حلقة اه جديد. انا نسيت اسألك عن المقلوبة. والله انا لسه بقول الحمد لله ما سألني عن المقلوبة يلا اسألت. لا. شو وضعك مع المقلوبة. ايه سؤالك ذكرني في النجاج واللحمة ايه سؤال. شو اذكرك لا مش هيك السؤال السؤال انت بتحب المقلوبة او لا. لا مش كثير يعني عادة. بترهيفش قلبي يعني. كيف يعني. شوف هات كيف كنت محبوب طول المقابلة هلا بس اسمعها هزا الجواب خلاص انتهت. خلاص انتهى الموضوع. انا 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 ثق في قلية البندورة والله. عمرك اكلت قلية البندورة زاكية مع لحمة والله اسكي ايش بالعالم. بعرفش انا. زاكية. اه منيحة. بس شو دخل مقلوبة بقلية البندورة يعني. انه انا لو تخير لو تخيرني يعني بختار يعني. انه ايش انت يعني انت مع مع واحدة من عماتك ولا خلاتك تكي انا اكل الولد هني. يعني ما شاء الله برضى وبقنع بكلية لحمة. لا مش انه. مع المقلوبة. اخطعم اسكي. انت انت بتعمل مقلوبة. انا بعمل مقلوبة. طيب الله يعني الله يعطيك العافية انا بقدر انا بقدرش اعمل انا ساكن للحالي شو بدي اعمل مقلوبة. لا انا ساكن شو يعني ساكن مع فريق شفات يعني. ما بقول لك انه انت انت يعني انت قدراتك اعلى من احنا لضوب خبزة ولبن. ماشي ماشي ماشي. يا عطيك العافية. اللي عافية. اللي عافية.